اهلا بكم مشاهدين من جديد في هذه التغطية المستمرة لما يحدث في حلب سوف نناقش المواقف الدولية من ما يجري في حلب خاصة الموقفين الأمريكي والروسي وما يطلق عليهم مجموعة دول أصدقاء سوريا مع وضوح من يملك فعليا مفاتيح السلم والحرب في سوريا والذي يبدو حتى الآن أنه الدب الروسي كل هذه المواقف وأكثر سوف نتوانها بالنقاش ولكن بعد التقرير التالي حينما توجد إرادة دولية توجد حلول جذرية هكذا قال الحكماء وهكذا جرت العادة في ديدن السياسة غير أن مدينتنا لم تحظى ولو بجزء بسيط من تلك الإرادة الدولية المنشودة ولم يحالفها الحظ باستقطاب أنظار العالم السياسي المتحضر إلا بعدما شارفت الحرب فيها على الانتهاء وأصبحت مآلات الأمور حتمية لا محالة حلب تلك المدينة السورية التي قد يذكر التاريخ أنها أكثر المدن تضررا منذ مطلع القرن دارت حولها الجدالات وعقدت من أجلها المؤتمرات تلو المؤتمرات غير أن شيئا من كل ذلك لم يغير مصير المدينة المحتوم وبالنظر إلى الموقف الدولي مما جرى ويجري في المدينة يبدو بجلاء أنه لم يكن هناك موقف موحد بل إن الحرب في المدينة كانت كما وصفها البعض حربا بالوكالة لقوى عظمى على أرض غيرها فروسيا وإيران وجدتا في نظام الأسد قوة مسيرة على الأراضي السورية في حين لم تجد الولايات المتحدة من تركن إليه هناك سوى من تضع ثقتها بهم من الأتراك وهي التي اختارت منذ البداية عدم الجنوح إلى الخيار العسكري في عموم سوريا واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية زد على ذلك انشغالاتها في أمورها الداخلية كنقل السلطة إلى رئيسا جديد وما أثاره من هبات وعواصف الاتحاد الأوروبي لم يكن معولا عليه منذ البداية فهو وإن دعا أعضاؤه إلى اجتماعات لمجلس الأمن أو غيرها من مؤسسات الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى إلا أن كل تلك الجلسات لم تحرز أي تقدم بشأن المدينة خاصة وأن روسيا والصين دأبتا على استخدام حق النقد الفيتو ضد أي قرار يمس الأسد أو يحمله أي مسؤولية ولا يمكن إنهاء الحديث دون التطرق لدور الأمم المتحدة بكل منظماتها ومسؤوليها وهي التي وقفت عاجزة عن اتخاذ أي قرارات ملزمة للأسد وحليفته روسيا بما فيها من نظام داخلي ونظام تصويت يضع الحكم والجلاد في المصاف ذاتها أرحب بضيفي في الاستوديو سيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي لدراسات الحضارية والاستاتيجية كما أرحب بفجيني سدروف الكاتب الصحفي معي من موسكو وأيضا من باريس بسيد رامي الخليفة العلي الأكاديمي والباحث السياسي أبدأ معك أستاذ زهير وبموقف تصريحات المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورة عندما يقول إن لا دليل على أن الجثث في شوارع حلب سقطت بنيران النظام السوري ما الذي نفهمه من هذه التصريحات؟ يعني أولا دعيني أقول للمجتمع الدولي وللمشاهدين وللعالم ما قاله الشاعر الفلسطيني إن يرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل حلب ستظل تقاتل وستظل صامدة أما هذا التصريح الذي صدر منذ قليل تقريبا عن ديمستورة فهو سلسلة أو هو حلقة في سلسلة من التصريحات عودنا عليها هذا المندوب الدولي الذي سبقه مندوبان شريفان قبله إلى الاستقال من المهمة الصعبة أو المستحيلة استقال كوفي عنان حفظا على شرفه وعلى تاريخه واستقال الأخضر الإبراهيمي لأنه لم يرضى أن يكون أداة لغسل قذارات السياسة الدولية ولكن مع الأسف ديمستورة ما يزال يصر على أن يلعب هذا الدور الذي رفضه رجلان من قبله هذا التصريح الذي يقول بأنه لا يعرف أو لا يعلم دليلا على من الذي قتل المدنيين في حلب والقضايا أحيانا المشتهرة لا تحتاج إلى أدلة لعبة الاختباء وراء الأدلة والتحقيقات ولجان التحقيقات منذ أن قصف الشعب السوري بالسارين ومنذ أن قتل الناس بالطائرات قافلت المساعدات الإنسانية التي كانت تحركها الأمم المتحدة قصفت بالطائرات ويقولون لا نعرف من الذي قصفها مع أن الأقمار الصناعية تسجل كل شيء عندهم مكتوب ومحسوب ولكن هذه لعبة قديمة وسخيفة دائما يحاولون أن يخفوا عجزهم وضعفهم وراءها سيد يفغيني سدروف من موسكو تركيا وروسيا هما الضامنان لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه قبل أقل من ساعة من الجلسة الطارئة لمجلس الأمن ما الذي يضمن عدم التعرض للمدنيين والمقاتلين أثناء خروجهم من حلب مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام والزملاء والضيوف المشاركين في هذه الحلقة أعتقد بأنه ما تم من التوصل إلى اتفاق حيث لعبت روسيا وتركيا دورا مهما في هذا الأمر هو بالفعل يمكن أن يضمن خروج المدنيين والمسلحين بشكل آمن عبر الممرات الإنسانية التي تم إقامتها وفتحها وربما هناك أيضا اتفاق شبه رسمي أو ربما غير معلن بين روسيا من جهة والولايات المتحدة التي ربما تلقت وعودا أو ضمانات من روسيا وهي مدعومة أيضا من قبل تركيا بأن هذه العملية عملية خروج المسلحين والمدنيين من شرق حلب ستكون آمنة تماما ولكن أعتقد بأن المسألة لابد من النظر إليه الآن نظرة أوسع من ذلك وأقصد بذلك أن حسم معركة حلب ربما يقدم إمكانية أو فرصة لا تقدر بسمن بالنسبة لكل المشاركين في هذه العملية يعني دون أن يدرك هؤلاء ربما بالفعل هذه الفرصة التي تطاح الآن ورغم الخلافات الكبيرة التي ما زالت قائمة فيما بينها سواء كانت بين طرفي السرع في سوريا أو بين روسيا والولايات المتحدة وإلى خيره فالفرصة بالفعل موجودة ترك الأمور الجانبية والتركيز على ضرورة المحادثات السياسية الجادة يعني كل ذلك الآن أصبحت ما الذي تقصده بالأمور الجانبية سيد يفقيني الأمور الجانبية التي لا علاقة لها مباشرة بعملية مثلا عملية سياسية وهي يعني قبل كل شيء التركيز على ضرورة بزل جهود مشتركة سواء من قبل المعارضة أو من قبل النظام باتجاه حل سلمي يكون عبارة عن أمر يرضي ربما وإن لم يكن ذلك بشكل كامل هذا أمر مستحيل ولكن يرضي ولو جزئيا مصالح وطلبات كل طرف من الطرفين وأنا أعتقد بأن المباحثات لو كانت مباشرة بدون وساطة سواء من قبل ديمستورا أو أي جهة حيادية دولية أخرى ستكون أفيد بكثير سنتحدث عن المسار السياسي ولكن حضرتك ذكرت بأن الضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق يأتي من خلال التنصيق الروسي الأمريكي غير المعلن ولكن قبل قليل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كيربي يقول أن اتفاق وقف النار في حلب أبرم بين روسيا وتركيا دون مشاركتنا لماذا تم استبعاد أمريكا من هذا الاتفاق هل هذه رسالة إلى الولايات المتحدة بأنك لست أبدا أو مجددا أنت في المشهد السوري نحن من نملك القرار مفاتيح السلم والحرب في سوريا هو دائما بالنسبة للطرف الأمريكي هذه المسألة أصبحت اعتيادية وهي أن أمريكا في وقت تصر فيه روسيا على ضرورة تشاور معها فهي ترفض ولكن بعدما يأتي وقت معين والآن خصوصا بعد حسن معركة حلب أمريكا تتظاهر بأنها غاضبة ولكنها بالفعل لا أعتقد بأن كيربي يقول الحقيقة أو الحقيقة بكملها بلا شك وهناك تسريبات وبعض الدلائل تشير إلى أن المشاورات الروسية الأمريكية تزامنت مع المباحثات الروسية التركية وبالتالي فكل المشاركين في هذين الفريقين الذين كانوا يتباحثان في أمور متعلقة بحلب واحد منهم في جنيف والثاني بين روسيا وتركيا يعني هناك كانت تنسيق رغم طبعا بعض الخلافات التي كانت تخص بعض الأمور المتعلقة بطرق وأسليب يعني تنظيم مثلا الممرات الأمنة وكيفية خروج ولكن التنسيق كان موجودا ولكن الولايات المتحدة كالعادة يعني تصورت نفسها بأنها غاضبة على كونها لم يجرى التشاور معها رغم أن روسيا كانت قد اقترحت عليها هذا التشاور وهذه المفاوضات منذ زمان بعيد نعم قبل أن أنتقل إلى سيد رامي معنا من حلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي عبر سكايب بهاء أهلا بك معنا أطلعنا على ما يجري الآن في حلب هل بالفعل كما ورد في التقارير بأن المقاتلين والمدنيين بدأوا بالخروج من حلب نعم أهلا بكي بالنسبة للهدنة التي عقدت منذ ساعتين وقف اطلاق النار جاري حتى اللحظة الهدوء يحيى حلب محاصرة بعد أعنف ومجازر فضيعة وبعد مجازر بحق الأهالي في حلب الآن بدأت جميعية تحضر للخروج من المدينة عند الفجر على ما يبدو بأن المجلس المحلي صرح بذلك بأنها ستكون أول دفع للجرحة عند الخامسة فجر نحو ريف حلب الغربي أو بعدها إلى أدلب ومن يريد الخروج إلى ريف حلب الشمالي الجرحة الآن بأمس الحاجة للراحة للابتعاد عن المعارك للابتعاد عن المقصف وليس لا ندري كيف الترتيب حتى اللحظة رغم ما ستستغرق هذه العملية لأيام ويتم عملية الخروج المعارضة تطلب بفتح معبر العمري الرموسة باتجاه ريف حلب هل هذا المطلب ممكن أن يتحقق؟ من المتوقع بأن يكون الطريق من الرموسة نحو طريق حلب دمشق ومن ثم إلى مناطق الثوار أو من الحمدانية إلى ضحية الأسد ومن ثم إلى حي الراشدين إلى طريق حلب دمشق يعني من هناك سيكون هناك الخروج إلى طريق حلب دمشق بالأخير ربما من الجنوب أو ربما من الغرب إلى طريق حلب دمشق حلب الآن في أنفاته الأخيرة بعد تطحية لسنوات بعد فقدانها لعدادها من سكانها بعد جرح عدادها إلى بعد تدمير معظمها من قبل ميليشيات المحتلة من قبل الطائرات الحربية الروسية للأسف حلب شهدت أعنف المجازر ولكن الآن تحتل على وشك أن تحتل بشكل كامل بعد أن خزلها القريب قبل البعيد بعد أن قزلت من قبل الجميع لا أحد ساندها بشكل فعلي أطفالها يستصرخون من تحتل الأنقاض لا مجيب مجازر في الجملة لا أحد مجيب فقط الجميع كان مصامت على هذا الموضوع فقرروا الحفاظ على أنفسهم والحفاظ على أرواح الباقين أهم خطوة يتخذونها أريد فقط التأكد من نقطة بخصوص التقارير التي أيضا أشارت إلى أن مبنى في شرق حلب يتعرض لقصف يعني طبعا توقف القصف ولكن يوجد في مئة طفل ما الذي جرى لهؤلاء الأطفال هل تم إنقاذهم هناك نسبة كبيرة من الأطفال يستشهدوا في الأون الأخيرة وبقيوا تحت الأنقاض ولا أحد يستطيع أن تشاهلهم هذا القهر وهذا الألم الذي جعل أهل حلب يتمنون الموت بأنك على قيد الحياة تحت الركام ولكن لا أحد ينقذك بأنك في الشوارع جريحة ولا أحد ينقذك فهناك عداد كبيرة من الأطفال الآن هم بصحة جيدة ولكن سيتم خروجهم مع المدنيين مع عائلاتهم أو هناك أي تم عداد كبيرة كانوا يتجمعون في أماكن موحدة ينتظرون أيضا خروجهم نعم إذن الباصات أصبحت حاضرة لترحيل المدنيين من المدينة حتى اللحظة لم يدخل أي باص إلى حلب المخاصرة ولكن ربما إلى الآن الساعة الثانية عشر أو الساعة العاشرة حتى اللحظة هناك وقت بعد للساعة الخمسة فجرا ربما في منتصف الليل يتم دخول الباصات ويتم تحضيرهم القوى المدنيين أو ربما الساعة الثالثة أو الرابعة لا يوجد وقت محدد حتى اللحظة وربما كل هذا يجد في النهاية لا ندري حتى اللحظة إذ الأمور تمت على بشكل جيد ولكن حتى الآن الوقف النهار مستمر والمدنيين يتحضرون للخروج والجرحة يتم تجهيزهم الآن لإرسالهم عبر الباصات إلى حلب شكرا جزيلا لك النشرة الأعلامي بهاء الحلبي على كل هذه المعلومات من حلب أعود إلى السيد رامي الخليفة العلي الأكاديمي والباحث السياسي من باريس أستاذ رامي النظام قال أنه لا علم له بهذا الاتفاق ويبدو بأنه علم متأخرا أمريكا أيضا استبعدت من هذا الاتفاق وأيضا السؤال الذي كنت أود أن أسأله لسيد يفقيني لماذا استبقت روسيا جلسة مجلس الأمن للإعلان عن هذا الاتفاق أعتقد أن استراتيجية روسيا فيما يتعلق بالتعامل مع مجلس الأمن والاجتماع الذي دعت إليه فرنسا مساء هذا اليوم كانت واضحة هي محاولة إجهاض أي قرار يمكن أن يتخذ أو مشروع قرار أو حتى إدانة مما يضطرها إلى استخدام الفيتو مرة أخرى كانت تريد أن تتجنب ذلك وبالتالي تم الإعلان عن هذا الاتفاق التي تم بوساطة تركيا إذا شئتي مع الفصائل الموجودة والتي ما تزال موجودة في الأحياء الشرقية لحلب وبالتالي روسيا حققت على الأقل ما تريد وهي بسط سيطرة النظام والميليشيات المتحالفة معه على الأجزاء الشرقية لحلب ودفع المعارضة للقبول بشروطها هي من أجل تسليم المدينة إلى جانب الروسي وبالتالي أما ما يقال أن تم استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية أنا لا أعتقد ذلك أعتقد حقيقة ربما في هذه الجزئية ولكن على الأقل السكوت الأمريكي هو من أطلق يد الروس في الأجزاء الشرقية لمدينة حلب كما تعلمين أن هناك تسريبات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اجتماعهم مع المعارضة الذي دعا إلى القبول بما يعرض على وفد التفاوض من قبل الأطراف الدولية ومن قبل روسيا على وجه التحديد وبالتالي يمكن القول لريم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك الإرادة ولا تريد الحقيقة أن تقف بضد من السياسة الروسية أو الإستراتيجية الروسية فيما يتعلق بها الملف السوري تم تلزيم هذا الملف للجانب الروسي بموافقة أمريكية ربما هنا يمكن الحديث عن بعض الفارق مع الجانب الأوروبي الذي يريد بالفعل وأراد خلال الشهور الماضية إفشال الإستراتيجية الروسية بالسيطرة وأحداث تغيير نوعي على الأرض وتغيير ميداني وعسكري بالسيطرة على مدينة حلب بكاملها ولكن الجانب الأوروبي لا يمتلك القدرة بينما من تمتلك القدرة هي الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يبدو أن هناك تفاهم ما بين الجانب الروسي وما بين الجانب الأمريكي لا شك بأن روسيا مهدت الأرضية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي على المستوى الدولي بالتفاهم مع الجانب الأمريكي وعلى المستوى الإقليمي بالتفاهم مع تركيا التي مثلت الحقيقة خلال السنوات الماضية الرئى التي تتنفس من المعارضة حيث يتم تزويدها بالسلاح وبالذخائر وبالتالي جاءت إطلاق يد روسيا في حلب بموافقة تركيا بمقابل ما سمي عملية درع الفرات التي تخذها القوات التركية مع فصائل من الجيش السوري الحروة وبالتالي من الناحية السياسية على الأقل باعتقادي أن روسيا مهدت الأرضية وكان سقوط حلب بالمعنى العسكري هي ساقطة منذ أيام بالفعل ومن الناحية السياسية باعتقادي أنه بمجرد دخول القوات التركية في عملية درع الفرات إلى جرابلوس بدأ أن أطلق يد روسيا في مدينة حلب نعم سيد يافجيني هل استفادت روسيا من الوقت المستقطع بين ولاية أوباما وبين تسلم الإدارة الجديدة لتمسك بزمام الملف السوري تماما كما فعلت عندما تدخلت في جورجيا بين انتهاء ولاية جورج بوش الإبن وأيضا تسلم أوباما السلطة لا أعتقد بأن المقارنة ما بين حدث في جورجيا والآن يجري في سوريا يعني بالربط بربط هذه المسألة بولايتين أمريكيتين سواء نزيك أو الآن له مبرراته الوضع الآن يختلف تماما ومن السابق ليوانه أو حتى أقول شيئا آخر من السزاجة الاعتقاد بأن روسيا لديها تفاؤل كامل فيما يتعلق بآفاق التنسيق وتعاون مع إدارة دونالد ترامب الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بالملف السوري ذلك أن دونالد ترامب رغم تصريحاته التي دلت أو أشارت لإمكانية التعاون مع روسيا في هذا المجال وفي هذا الأمر تحديدا فإنه سيتعرض ربما للضغوط الشديدة من قبل الكونغرس من قبل البنتغون وCIA وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حيث أن هذه المؤسسات تضم العديد من خصوم التعاون مع روسيا وبالتالي روسيا طبعا الآن تحسب كل الحسابات وبالتالي هي لا يمكن أن تأمل بأن تولي ترامب سيفتح أمامها الطريق نحو التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة ليس فقط فيما يتعلق بالملف السوري بل وغيره من الملفات الدولية والإقليمية الساخنة ولذلك أعتقد بأن روسيا الآن جادة ربما في نواياها للتوصل إلى اتفاق أو تفاهمات معينة مع الإدارة المنتهية ولايتها أي مع إدارة باراك أوباما وتحديدا على صعيد التنسيق الوسيق بين سيرجي لفروف ونظيره الأمريكي جون كيري وهناك الآن لسيما بعد حسم معركة حالبا اجتماعا بين كيري ولفروف لأن ربما كيري كان يأمل في أن بعض المساعدات الإقليمية سوف تساعد على المعارضة المسلحة وربما التنظيمات الإرهابية الأخرى بالبقاء في حلب والصمود وتصدي لقوات النظام السوري لكن هذا لم يحدث أما روسيا فكانت دائما تنتقد الموقف الأمريكي لعجزه عن الوفاء بوعوده المتعلقة بالفصل بين فصائل للمعارضة المعتدلة وأخرى للتنظيمات المصنفة إرهابية أما الآن فربما هذه العقبات زالت ولو بشكل جزئي ومن هنا أقول أن التفاهمات أصبحت أمرا ممكنة أو أصبحت أمرا أقرب إلى الحقيقة بالمقارنة مع ما كان عليه سابقا طالما عن الخلاف سيدي أفغيني حول تصنيف المعارضة المسلحة بين إرهابية وبين معتدلة لماذا إذن أبرم الاتفاق بين روسيا وبين حركة نور الدين الزنكي والتي تعتبر وتصنف بأنها جماعة إرهابية نحن لنعرف حتى الآن تفاصيل كل هذا الاتفاق وأعتقد بأنه مع الكشف عن هذه التفاصيل سيكون من الممكن الحديث عن الأسباب التي دفعت جماعة نور الدين الزنكي للإقدام على عقد هذا الاتفاق وأعتقد بأن هناك ربما تفاصيل حساسة جدا ولابد من معرفتها قبل أن نحكم على فائدة وربما على أسباب دفعت هذه الجماعة أو تلك للانضمام إلى هذا الاتفاق نعم السؤال الأخير لك قبل أن أنهي معك سيد يفغيني بنسبة لهذا الاتفاق البعض يعتقد بأنه إنجاح أو التوصل إليه جاء من ضمن عوامل إعادة تطبيع العلاقات التركية الروسية هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح وطبعا يجب أن ننظر إلى كل هذه الاتصالات والمشاورات بين الجانبين الروسي والتركي على أنها تندرج في سياق التطبيع الذي يصود العلاقات بين موسكو وأنقرة يعني ما حدث الآن من اتفاق تم توصل إليه من قبل موسكو وبوساطة تركيا لم يكن من الممكن تصوره منذ بدعة أشهر خلط الآن أصبح هذا ممكنا بفضل ليس فقط التطبيع وإنما دوافع هذا التطبيع التي كان يعود سببها إلى رغبة قائدي البلدين أي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين إلى تطبيع علاقاتهم وبنائها على أسس براغماتية انطلاقا من مصالحها ومنها الاقتصادية بدرجة أولى ومن ثم السياسية وهذا ربما يفسر أسباب هذا التقارب الروسي التركي وربما ترك بعض الخلافات ومنها أمر مهم جدا الخلاف كان ومازال قائما بين موسكو وأنقرة حول بشار الأسد وضرورة الإطاحة بالنظام السوري كما صر على ذلك أردوغان ولكن موسكو لم تعلق على ذلك ويبدو أن هناك ربما نوع من تخفيف أو بعض التنازل التركي عن هذه المسألة ولكننا سنرى مستقبلا وربما خلال وقت قريب جدا هل هذا الموقف حقيقي أم أنه يمكن تعديله أنا أقصد موقف تركيا من خلال المشاورات القادمة التي يبدو أنها ستكون مكسفة بين موسكو وأنقرة حول كافة المواضيع التقارب الروسي التركي نسمع له في البيت طبعا سأعود إليك هذا ما هو وصول حوارك سأعود إليك ولكن أريد أن أنهي الموقف الروسي وطبعا سنناقش بقية المواقف الدولية الأخرى نسمع له في البيت سننهي معه بعد قليل أستاذ يفقيني هل هذا التقارب الروسي التركي سيضمن أيضا عدم تكرار ما حدث في حلب في إدلب لا أعتقد بأن الآن الوقت مناسب للحديث عن ذلك لأن قضية إدلب ربما ستختلف اختلافا جزريا عن ما حدث في حلب بكل تأكيد هناك تكتيك آخر سيلجأ إليه النظام في محاولاته استعادة إدلب ولكن الآن أعتقد من السابق اليواني الحديث عن هذا الموضوع لأنه كما يبدو لي الآن ربما سوف يوجه الجيش السوري برباته عما قريب إلى تدمر حيث كما نعرف شهدت الأيام الأخيرة تطورات مفاجئة بالنسبة لسوريا وبالنسبة لروسيا أيضا شكرا جزيلا لك الكاتبة الصحفي يفغيني سدروف كنت معنا من موسكو أستاذ زهير سالم ما تعصب؟ لا أمش ما عصب القواعد أن نسمع منهم ويسمع منا نعم ولكن هم يحتلون بلادنا ويحتلون شاشاتنا أيضا هذا غريب يعني هم يحتلون بلادنا ويقتلوننا على أرضنا ثم استعمرنا نصف ساعة نصف ساعة وهو يلقي علينا محاضراته ونحن نستمع رد على ما قاله سيد يجب أن يسمع ردنا مو يروح هو ونحن بعد أن نحكي مع أنفسنا حتى لو سمع ردك أستاذ زهير لن يتغير موقف الروسي ولكن يجب أن يسمعوا الحقائق الحوار التلفزيوني أنا ما ليمعصي أريد أن أسمع رأيك كما قاله يطرح وجهة نظر الحاضر الأستاذ من باريس الأخ من موسكو الناس تتبادل وجهات نظر مش يأتي واحد يقرر أستاذ زهير أنت حتكون معنا طيلة هذه الفترة حرية الكلام تفضل موقفك مما قاله سيدي أفقيني ما هي عفوا يعني سرد سردية معلومات من المداخل الأولى والثانية والثالثة والرابعة لنبدأ بموضوع استبعاد الأمريكيين من هذا الاتفاق ما رأيك به؟ يعني أنا أعتقد أن القضية استبعاد الأمريكيين من هذه القضية الجزئية إذا كان الأمريكيين قد استبعدوا لا يغير من حقيقة الأمر شيء أن هناك نوع من التوافق أو التواطئ الأمريكي على ما يجري في سوريا منذ ست سنوات الأمريكيون منذ الأيام الأولى لهذه الثورة قرروا أن يتركوا الملف السوري لروسيا وتركوا روسيا تلعب به كما تشاء وعندما كان كيري في كل مرة يخرج غاضبا ويقول أنا سأمت من الحديث مع لافروف الذي يغضب يكون نتيجة غضبه فعل موقف ولكنه كان يغضب بأن يسلم يسلم المرحلة في كل مرحلة من المراحل يسلم المرحلة للروس ليفعلوا كما يشاءون حتى فرضوا أنفسهم ليس فقط على الملف السوري الداخلي فرضوا أنفسهم على سوريا وفرضوا أنفسهم على تركيا أيضا وفرضوا أنفسهم على الأقليم انظري الروس احتلوا سوريا لم يسجل لم يسجل موقف عربي واحد موقف عربي واحد لحكومة عربية واحدة تدين التدخل الروسي مباشرة في سوريا كل الدول العربية الذي أظهر بعض الامتعاض حتى عندما تحدث منذ أيام بن كيران وقال روسيا تدمر سوريا تدمر حلب عادت الدولة أقول الدولة المغربية الملك المغربي سحب هذا التصريح وقالوا تصريح فعالي تعبير شخصي إذن الموقف في روسيا روسيا أعطيت الفرصة لتفرض أجندتها على الشعب السوري على دول الإقليم جميعا على دول العالم بما فيها أوروبا الآن فرنسا ونحن نسمع الأنين الفرنسي ثلاث نواب فرنسيين يتركون مجلس النواب الفرنسي ويذهبون إلى الحدود السورية لبلوافع إنسانية لعلهم يستطيعون أن يقدموا شيئا البريطانيون الألمان المجتمع الأوروبي طالما تحدثت عن الموقف الفرنسي الموقف الفرنسي كما يبدو بأنه قفز على موضوع ما يجري في حلب وكان فيه مطالبة بتحقيق أو بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في حلب بينما كانت مطالب المدنيين هو بوقف القصف لماذا هذا الهروب إلى الأمام من قبل فرنسا؟ هذا ليس هروبا من الأمام الواقع الإنساني الآن نحن كنا نستمع إلى الذي يتحدث من حلب نحن أنا شخصيا عندي شكوك بكل هذه الضمانات المقدمة لكن هل أستطيع أن أشير عليه وأقول لهم لا تقبلوا هذه الضمانات أنتم ربما تقصفون في الباصات كما قصفت باصات المساعدات الأممية لا أملك هذا الموقف السياسي أصبح الحديث في السياسة طرفا أمام الواقع الإنساني الراعف بكل ما فيه من ألم الآن الساسة يصمتون والذين يحملون الرايات الإنسانية هم الذين يتحدثون الحال الإنساني اليوم هو الذي يضغط على المشهد يسكت كل السياسيين حول العالم جريمة حرب ترتكبها روسيا حرب إبادة ترتكبها روسيا يقول جيش النظام عندما يستخدم لا يوجد نظام في سوريا هذا أولا لا يوجد جيش للنظام في سوريا ثانيا الذين احتلوا حلب اليوم هم عصابات طائفية قادمة من إيران وأفغانستان ومن العراق ومن لبنان الآن اللافتات التي توضع على النقاط العسكرية مكتوبة باللغات الروسية والعربية والفارسية لأن أكثر الذين يتنقلون عن النقاط العسكرية هم من الفرس من الإيرانيين نحن أمام مشهد متغير لا عجب أن تري كثير هذا الذي كان يحدثنا من حلب يكاد يبكي كل القلوب تكاد تبكي الأوروبي الآن الأوروبيون ينظرون إلى المشهد ينظرون إليه بروح إنسانية اليوم نحن شهدنا مجلس الأمن وتعليق على مجرد مجلس الأمن منذ قليل نحن كنا نستمع تحول مجلس الأمن من نادي للسياسة والدبلوماسية أرقى نادي للسياسة والدبلوماسية في العالم هو مجلس الأمن تحول إلى حلقة بين حلقات الشتم والقذف يقول تشوركين يسخر من المندوبة الأمريكية يقول لها الأخوة تيريزا يعني مشبهها بالراهبة تيريزا على أنها صورة من صور الإنسانية كأنه يسخر منها هذا التقاذف هذا الحال الذي قاد إليه التخلي أنا أقول الولايات المتحدة أما أنها وصلت من الضعف بحيث أنها تخلت عن الملفات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ولا أظنها وأما أنها راضية بما يفعله بوتين هي معلش تنتقم من أعداء بأعداء هو أوباما الآن يتصور أنه يستنزف روسيا بدم السوريين يستنزف إيران والتي يعتبرونها عدوة بشكل من الأشكال يستنزف إيران بدم السوريين فهو رابح من القاتل والمقتول هو ينظر إلى الاقتصاد الروسي المنهار منذ أيام روسيا اصطرت أن تبيع في المية عشر من أسهم شركاتها التجارية عشر مليار دولار لأنها بحاجة إلى رقع ميزانيتها نتيجة الخراب الذي أتى به بوتين الولايات المتحدة الأمريكية مسرورة من هذا تستنزف بدم أطفال سوريا بدم أطفال حلب بدم أطفال درية بدم أطفال كل المناقب سيد زهير خلينا نستمع إلى ما يجري داخل حلب من السيدة تيريزا سين كريستوفال الرئيس مكتب الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود معنا من برشلونة سيدة تيريزا أهلا بك التقارير الواردة من حلب ما الذي يمكن أن تفيدين به خاصة بأن النظام السوري يقول بأن هذه التقارير غير صحيحة ومضللة ما صحة التقارير الواردة من حلب إلى أي مدى ممكن أن تكون دقيقة خاصة في ظل اتهامات النظام لبعض المنظمات الإنسانية بأنها تقدم تقارير مضللة وغير صحيحة هل قتل ما حصل في البارحة أم إلى الوضع بشكل عام؟ ما حصل البارحة بالتحديد لو سمحت ما حصل ليلة اليوم الأمس لا نتنام موجودين في المنطقة لا نكن موجودين لا يمكننا التأكيد أو نفي ما حصل ما يمكننا أن نتحدث عنه حول المناطق المحاصرة لا يمكننا الحديث عن أي منطقة أخرى لأننا لا نتنام موجودين هناك ما يمكننا الحديث عنه لأننا قلقونا للغاية من الوضع المدنيين في تلك المناطق المحاصرة هذه التعمل التي تحدثين على لا يمكننا أن نتفيتها ومنكرها نعم بالنسبة لوضع المدنيين البعض يقول بأن عدد المدنيين يختلف باختلاف المنظمات الإنسانية وبالتالي ما يجري في الداخل من خلال التعتيم الإعلامي لا يضمن لنا معرفة حقيقة الأعداد الموجودة هناك هل تعطينا أرقام متقاربة ربما بين كل هذه الألقام التي تقدمها المنظمات الإنسانية لدينا صعوبة في الحصول على الأرقام للأشخاص الموجودين فيه هناك من يتحدث عن 70 ألف أو 80 ألف لكن هناك جددا صعوبة في تحديد على الرقم بالتحديد بسبب ما يجري في حلب لا نعلم من الذي غادر المدينة أو بقي فيها لكن ما يوصلنا هو أنه بحدود 70 إلى 80 ألف موجودون حالياً معالقون في حلب الشرقية حتى لم تصلكم أي تأكدات حول الإعدامات التي حصلت في حي الكلاسة بحق فريق طبي في مشفى الحياة سمعنا الأخبار لكن ليست لدينا مصادر أولية تخبرونا سمعنا كما غيرنا بهذه الأنباء لكن ليس لدينا فريق عمل ووجود هناك لنتأكد من المعلومات لدينا فريق عمل لكننا خسرنا الاتصال مع بعض فريق العمل أقلقون عليهم لكن لا يمكننا تأكد ما حصل لهم شكرا لك تيريزا سينكريستفال على هذه المعلومات معنا من برشلونة كنت عبر سكايب أعود إلى سيد رامي عندما تحدث السيد يفغيني عن طبيعة أو هذا التقارب التركي الروسي وبالتالي ربما هذا الاتفاق يبدو ثمرة هذا التعاون الجديد بين تركيا وبين روسيا هل دفعت حلب ثمن التقاطع المصالح التركية الروسية بأعتقد أن تحليلك دقيق إلى حد بعيد لا شك أن تغير الموقف التركي وخصوصا أنه أعطي الضوء الأخضر من قبل الجانب الروسي للدخول في عملية درع الفرات وكان لهذه المسألة أهمية استراتيجية وأهمية تمسل الأمن القومي التركي كان هناك خشية تركية خلال الشهور الماضية ربما حتى خصوصا قبل الانقلاب من تكون كيان كردي موجود في الشمال السوري حيث هناك امتداد جغرافي من منطقة الجزيرة في الشمال الشرقي إلى منطقة عفرين في الشمال الغربي وبالتالي كان هناك إرادة ورغبة تركية بفصل هذين المنطقتين التي يسيطر عليهم الأكراد لذلك سعت إلى أخذ الضوء الأخضر من الجانب الروسي من أجل البدء في عملية درع الفرات وكما تعلمين ريم أنه خلال الأيام القليلة الماضية استطاعت القوات التابعة لجيش السوري الحر المدعوم تركيا من الوصول إلى بعض الأحياء من مدينة الباب وبالتالي تم قطع الطريق من إمكانية أي تواصل جغرافي ما بين منطقة عفرين ومنطقة الجزيرة السورية وبالتالي إذا شئتي أن تركيا فضلت مصالح الأمن القومي لديها على ما يمكن أو على دعم المعارضة السورية خصوصا في مدينة حلب وباعتقاد أن روسيا لم تكن لتذهب هذا المذهب فيما يتعلق بالأجزاء الشرقية لمدينة حلب لو لا أنها أخذت ضوء أخضر أو ضوء أصفر من الجانب التركي لأن كانت تركيا على الأقل تستطيع أن تدعم الجيش السوري الحر أو الفصائل المقاتلة في الأجزاء الشرقية لمدينة حلب حتى تحقق نوعا من التوازن العسكري خصوصا أن الحرب التي شهدناها هي حرب شوارع وبالتالي إذا ما تأمن بعض الدعم لتلك الفصائل يمكن أن تقف وأن تصمد لفترة أطول من ذلك ولكن غياب هذا الدعم من الجانب التركي فأدى إلى ما شهده الآن في مدينة حلب خصوصا أن تركيا الحقيقة ليست فقط رئة المعارضة وإنما هي الممر الذي تستطيع من خلاله الدول الإقليم المؤيدة والصديقة للشعب السوري أو للمعارضة السورية أن تقدم الدعم لتلك الفصائل وبالتالي باعتقادي أن ذلك هو العامل الأهم لذي مهد الأرضية لسيطرة النظام السوري بالدعم الروسي والميليشيات على الأجزاء الشرقية لمدينة حلب نعم شكرا جزيلا لك سيد رامي الخليفة العلي الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من باريس أرحب الآن بأستفير آدم ألي الناطق السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية سيد آدم أهلا بك معنا كيف تقرؤون موقفكم من هذا الاتفاق الروسي مع المعارضة برعاية تركيا هذه الهدنة أو الخسارة كانت متوقعة لكنها حصلت أسرع مما توقع البعض أنا متفاجئ بالحقيقة أنا الروس والإيرانيين والحكومة السورية سمحت لي القوات المعارضة بالخروج من حلب بأسلحتهم فاجأني بصراحة أنهم لم يقوموا بالهجوم ضدهم في ملاطق حلب والآن أسمح بإمكان المعارضة المسلحة الخروج نحو إدليب وإعادة ترتيب صفوفها وربما الهجوم على نظام السوري من الواضح أن هناك بعض الأسباب التي تجعلنا قلقين من الوضع الإنساني وسلامة أهالي حلب الناس رجالا ونساء وأطفال الذين كانوا يعيشون في حلب الشرقية تمت هناك توجد هناك بضعة تقارير بأن هناك مذابح حصلت بحقهم وهذا حصل مسبقا ولا أعتقد أن هناك أي سبب بكل أمانة لأعتقد أن هناك أن هناك الأشخاص الذين لا زالوا يعيشون في حلب الشرقية لن تقوم الحكومة السورية بتعذيبها أو قتلهم لأنها ببساطة تعتبرهم أعداء لها فيما يخص مستقبل حلب أنا أعتقد أن أحياء حلب الشرقية ومعظم حلب أصبحت قاضي على السيطرة السورية لا أعتقد أن الحكومة السورية تود بناء هذه المدينة أعتقد أنها مدينة سأصبحت مدمرة وأعتقد أن الحكومة السورية ستتابع حربها ضد المتمردين والقوى المعارضة سواء كان ذلك في إدلب أو في مناطق أخرى أعتقد أننا سنرى مزيد من المعاناة والحصار بالنسبة للمدنيين في إدلب وفي مناطق أخرى كما حصل في حدلب نعم هل سيترك أيضا تترك إدلب لمصيرها كما تركت حلب ما دوركم في المرحلة المقبلة كان في دعوة من واشنطن لوجود مراقبين دوليين يشرفون على هذا الاتفاق ألا ترى بأن هذه الدعوة جاءت متأخرة فقط ساعات تفصلنا عن تنفيذ هذا الاتفاق لنكون واضحين الولايات المتحدة فعلت وستقوم ولن تقوم بأي شيء لدعم المواطنين السوريين أنا لا أقول ذلك وأنا سعيد وبما أنني عملت وعيشت في سوريا لذلك أقول ذلك بمنتهى الأسف ولكن ماذا يمكن نفعل لقوم بدعم السوريين في حلب لا شيء في دمشق لا شيء في درعا لا شيء ولذلك فأن الولايات المتحدة كانت واضحة منذ البداية لماذا تتوقعون أن تقوم بحماية الناس في إدلب وأعتقد أن إدلب ستكون الوجهة التالية للنظام السوري طالما أن المتمردين المعارضة والنظام السوري وموسكو والإيراني سيقومون باتباع نفس الأساليب التي تتبعوها في حلب في نفس الأساليب التي تتبعوها في درعا وفي مناطق الغضاء ضد المنشودين في إدلب عندما يكون هناك سيكون هناك مجاعة وسيقوم حصارهم وسيقوم بقصف المدارس والمستشفيات وبشكل أساسي قبل لحظة من الوفاة سيسمحون للناس بالاستسلام هذا ما حصل في إدلب وما سيحصل في حلب وما سيحصل في إدلب ولا أعرف من يكون ما سيكون بإمكانه وقف هذا لا أعتقد هل هناك رجل رجل هناك أحد شجاع جريء يوقف روسيا ويوقف الأسد حتى الآن لا يوجد لا يوجد يعني أنتم لم تصبحوا دولة وقوة عظمة هذا ما تقول لا زلنا قوة عظمة لكن القوة تكون موجودة عندما تم استخدامها الولايات المتحدة أقوى بكثير من سوريا لدينا قوات قوات طيران واستخبارات وكل شيء لكن إذا لم نكن نستخدمها فنحن نستخدمها أقوية ولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية سواء أوباما أو ترامب فيما يتعلق هذه المسألة سيقومون باستخدام القوة الأمريكية لوقف الحرب لماذا؟ لأنني لأنني لأن لا أعتقد أن الأمر مرتبط بالمصلحة الأمريكية أو وجود مصلحة في سوريا هذا يبدو فجا للغاية لكن في نهاية المطاف إذا كان الناخب الأمريكي وموجود في إحدى الولايات الأمريكية في تانسي في كنزيس من الذي يكترف بما يحصل في سوريا؟ وكرئيس هؤلاء هم الذين قاموا بانتخابه وليس الأمم المتحدة يعني يعني ما يدهشني بأنك أول مسؤول أمريكي تعترف بعجز الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ابقى معي سيد آدم أعود إلى سيد زهر لأنك عندك تعقيب على ما قاله سيد زهر الاعتراف بعجز أمريكي في سوريا أنا أحب بالفعل أن أشكره على هذه الصراحة وعلى هذا الوضوح وعلى هذا الكلام الذي يثلج الصدر ولكن أنا أريد أن أرسل له رسالة الشعب السوري أطفال سورية لم يطلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل لإنقاذهم طلبوا منها فقط أن ترفع يدها عن الملف وأن تترك من يريدون مساعدة الشعب السوري ليساعدوه الولايات المتحدة الأمريكية قيدت أيدي دول المنطقة منعت دول المنطقة من أصدقاء الشعب السوري من مساعدة الشعب السوري منعت من تقديم السلاح من وصول السلاح الفعال وبالمقابل وضمن اتفاقية النووي الإيراني سمحت للولي الفقيه أن يبعث أن يحرك 130 ألف جندي من إيران وأفغانستان والعراق ولبنان قاسم سليماني المصنف إرهابيا على الأجندة الأمريكية يجول عبر دول المنطقة الولايات المتحدة تقول أولوية الأولى محاربة الإرهاب قاسم سليماني لم يعد إرهابيا حزب الله الذي قتل في سوريا أكثر مما قتل الداعش ونحن نعتبر الداعش إرهابية لم يعد إرهابيا الزينبيون والفاطميون والحشد الشعب الشيء هؤلاء جميعا لم يعودوا إرهابيين البككي التركي من الذي ألجأ تركيا لتعود إلى روسيا أنا أوضح الصورة التي كان الأخرام يتحدث عنها من الذي ألجأ تركيا لتكون تذهب إلى درع الفرات وتخذ الحلب الأمريكيون الذين تحالفوا مع ثلاثة آلاف كردي ليحدثوا اختراق على الحدود التركية هم الذين ألجأوا تركيا إلى أن تترك الملف السوري وتذهب للصلح مع روسيا تركيا عضوا بالناتو تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية باعها الناتو بثمن بخص وشعر أردوغان أنه مضطر للاعتذار لبوتين بعد إسقاط الطائرة الروسية مضطر للاعتذار واعتذر وهو يشرب كأس السم وعاد إلى الحظيرة الروسية وباع الشعب السوري وتخلى عن نصرة الشعب السوري هذا كله لم يفعله بوتين هذا كله فعلته السياسة الأمريكية نحن كنا نود من السادة الأمريكيين من الناخب الأمريكي أن يكفونا خيرهم وشرهم ولكنهم لم يفعلوا مع الأسف كانوا وجه آخر للعمل البوتينية نعم لكن أقل سيد أدم الناخب الأمريكي لا يهمه ما يجعل شرق الأمريكي لا هذا يهمه سلبيا إذا كان لا يهمه يدير ظهره للمشهد أما أنه كان يحذر لا يجوز أن يصل السلاح الفتاك وكلمة فتاك كانت مستعملة في كل مرة يتحدث أنا أريد أن أوضح شيء مضاد التائرات مصنف ضمن عملية التسليح سلاح دفاعي وليس سلاحا فتاك أنا عندما يقتل الشعب السوري قبل سنوات الآن بالطائرات نحن نتذكر في الحضارة الرومانية كانوا يقيدون يد العبد ثم يتركونه أمام الأسد ليدافع عن نفسه هذا ما فعله الرئيس أوباما بالشعب السوري قيد يده قيد يد دول المنطقة وتركنا أمام غيلان مثل بوتن ومثل الولي الفقيه وعصاباته في إيران وأطفال حلب ونساء حلب ونساء سورية كل سورية يدفعون هذا ثمن شكرا للأخ إيرلي في مكانه الذي هو فيه وشكرا أيضا للشعب الأمريكي سيد آدم طالما بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تقديم ما يجب أن تقدمه للشعب السوري وللمعارضة اللي دربتها في المسلحة التي دربتها في البداية لماذا إذن هذه الجولات التي يقوم بها كاري إلى العواصم الأوروبية وكان في حديث عن اتفاق أمريكي روسي أعلنت واشنطن على أنه سينفذ فيما عادت روسيا ونفذ ذلك أولا قبل كل شيء أتفق مع كل ما قال هو ضيفك في الستوديو لدي نفس التساؤلات قاسم سليماني هو العدو الأول الذي يخيف الشعب وهو لديه ويديه ملطخة بأدماء بإدماء الحشد الشعبي وأنصار الإسلام وعصائب الحق كلهم بميليشيات إيرانية ويقاتلون في سوريا لماذا لا تقوم الولايات المتحدة بشيء شيء ضدهم لماذا تغضي الطرف عن هؤلاء الذين قتلوا مئات مئات الأمريكيين في العراق ولبنان هذا هو السر لا يمكنني الإجابة عليه لكن كشخص أنا أمريكي وأعتبر نفسي صديق للشعب للشعب للشعوب في الشرق الأوسط فهذا أمر مسيح لي بالغاية أعتقد أن هناك إشارات استفام حول جون كيري أعتقد أنه كان يسافر ميالا عدة ولم يتحقق أي شيء مثل أي سفير مثل أي وزير خارجية أمريكية آخر لم يحقق جون كيري أي شيء من خلال جولاته المكوكية التي قام بها التي قام بها يعني جون كيري هو من يتحمل مسؤولية فشل هذه المحادثات أو فشل الولايات المتحدة في أن تكون أو يكون لها دورا فعالا في سوريا أم أن الإدارة الأمريكية بأكملها أعتقد أن روسيا هي المسؤولة عن فشل المفاوضات لكن جون كيري كان لديه لم يكن لديها الأمكانية لقيام بالمفاوضات كان عليه الابتعاد عن هذا الملف لأنه كان ينبغي أن يتصل لديه خناعة بأن الروس لم يكن راكبين بدعم بإجاد حل المسألة السورية الآن أعود لسؤولي ضيف فكر لماذا تغضى الطرف عن المنظمات الإرهابية الدولوية الملاوية المتحدة هي محاربة داعش ولذلك أن الولايات المتحدة تدعم من يقوم بهذه المهمة العدو الأكبر هو بشار الأسد وروسيا لكن الإدارة الأمريكية تركز على الحرب ضد داعش وقتالها في الموصل ومن ثم الذهاب إلى الرقة وكنتيجة لذلك تتيح المجال لعداء الولايات المتحدة وتعطيهم الدول أخضر سواء كان ذلك في موسكو أو سوريا أو دمشق للمضيق قدما في مخططاتهم معظم التي تكون ضد المعظم الشعب السوري نعم أستاذ زهير الحرب على الإرهاب أولوية كل الدول على رأسها الولايات المتحدة برأيك أنه هذه الأولوية التي وضعتها الدول العظمى هي التي أدت إلى أو أوصلت الثورة السورية والمعارضة العسكرية لنتحدث عن المعارضة العسكرية إلى ما وصلت إليه أنا أريد أن أقول بأن الحرب على الأرهاب بالمفهوم العلمي الموضوعي المعاييري الدقيق هي أولوية الشعب السوري الشعب السوري أول من تضرر بالإرهاب بشار الأسد بكل المعايير إرهابي بشار الأسد قتل رفيق الحريري حافظ الأسد قتل في لبنان ريني عوض رئيس جمهورية لبناني حافظ الأسد كان عنده 16 ألف مفقود مفقود لبناني أمهاتهم ما تزال تجلس على الرصيف في لبنان تبحث عنهم إذا كان الإرهاب عملية تشخيصية يعني أشخاص محددين بأسمائهم هذه معايير انتقائية نحن نحن المتضررون نحن أول من تضرر بالإرهاب الإرهاب الأسدي ثم الإرهاب الإيراني ثم الإرهاب الداعشي عندما تريد المولايات المتحدة أن تحارب الإرهاب ستكون كل الشعوب العربية والإسلامية معها عندما تضع معايير دقيقة لفرز الإرهابيين أما فرز الإرهابيين على أسس هوياتية طائفية الآن يقول للأخ من الولايات المتحدة كما كيري نحن عندنا يقولون كيري بدأ الناس هكذا يتكلمون كيري له صهر من إيران الناس يقولون هكذا أنا والله ما عندي معلومات دقيقة في هذا يقولون أوباما الناس هكذا تحلل في بلادنا أوباما صحيح والده كان مسلما ولكنه كان شيعيا الناس هكذا تقول الولايات المتحدة الآن أخذت الأمور أنا لا أغكد هذا الكلام وإنما أشير إليه أخذ الفرز الإرهابي منحى طائفي كل الإرهابيين الشيعة أسقط عنهم وصف الإرهاب وأصبحوا أدوات وحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية وهذه المجموعات الصغيرة اللي بسموهم داعش والنصرة هذه هي التي أصبحت دخول تنظيم الدولة إلى تدمر ألا يعطي أيضا ورقة إضافية للنظام وأيضا للروس هو يعني الولايات المتحدة وكثير من أساس الأوروبيين قالوا وليس نحن أنه تنظيم الدولة أو داعش هذه هي إيجاد أسدي إيراني روسي هي مصيادة الذباب كما قال أوباما أكثر من مرة خلقوها لكي يقتلوا من وراءها شعبز وهذا الحال الآن أن ينقلوها تنتقل أكثر من مرة من مكان إلى مكان اليوم الأطفال في حلب يذبحون وداعش تتربع في قلب تدمر هذه بالميرا تدمر التي هي عاصمة من عواصم الحضارة العالمية والإنسانية تتربع فيها داعش تسليم يد بيد وعندما ينتهي دول الداعش في تدمر سوف تظهر في مكان ثاني وثالث حتى يستطيع أن يقضوا على كل أطفال سورية وكل أحلام السوريين السفير آدم أيرلي الناطق السابق باسم وزاة الخارجية الأمريكية شكرا جزيلا لك كما أشكر سيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي لدراسات الحضارية والاستراتيجية كنت معي هنا في الستوديو شكرا جزيلا لك أستاذ زهير واسامحيني ولا يهمك نستمع مشاهدين الآن إلى آراء الشارع الغزي فيما يجري في حلب كل اللي بقدر أقوله كل الشعب الفرسطين اللي بقدر أقوله يعجز الكلام صراحة عن التعبير يعني الأشلاء مدمرة والبيوت مهدمة يعني صراحة نعجز الكلام عن التعبير حسبي الله ونعم الوكيل عليهم إيران وبشار وروسيا حسبي الله عليهم موته الشعب السوري حسبي الله عليهم ونعم الوكيل إذا كنا نتكلم عن الحراك العربي والحراك الرسم العربي فهو في نظري أنا كمواطن فلسطيني غزاوي قد مات من زمان لأن لو كانت القضية ومزالت بؤرة القضايا العربية على السحة العربية والإقليمية والدولية هي قضية فلسطين أم القضايا العالمية كانت أم القضايا العالمية قد غابت عن أنظار وأذهان الحكومة العربية فمن بالك بسوريا من قبل زمن قصير جدا جدا فهي غير مذكورة على التاريخ إطلاقا الحل موجود بدينا إحنا الشعوب الدليل على أنه إحنا السبب أنه إحنا نيمين برضو إحنا نيمين عن صحية مين من الشعوب حتى إحنا في قطاع غزة وللأسف الشديد مع أنه إحنا اللي بدأنا طريق المعاناة إحنا اللي بدأنا طريق المجازر إحنا اللي بدأنا طريق الخروج من ديارنا من أراضينا والطريق طويل الظاهر حيها في سوريا وفي العراق وفي اليمن والله أعلم بكرة في مين ومين ومين نتابع هذه التغطية حول ما يجري في حلب معي موفدة التلفزيون العربي من أمام السفارة السورية في لندن جينا العم أهلا جينا يبدو بأن الاعتصام مازال مستمرا جينا تفضلي أنت على الهواء تفضلي والمشركين معك ريمة نحن الآن من أمام السفارة السورية هنا في العاصمة البريطانية كما تستمعين هناك قراءة لتلاوة من القرآن الكريم سبق هذا صلاة على أرواح ضحايا حلب هناك عدد من المتظاهرين من خلف العشرات هناك مشاعر من الحزن والغضب تعم هذا المكان الناس هنا تبكي وتعبر عن مشاعرها الغاضبة كما تلاحظين يطلقون هذه الشعارات هم يطالبون بإنقاذ حلب بإنقاذ المدنيين في حلب هذه اللافتات تشير إلى أن حلب تموت أنقذ حلب معنا أيضا ناشط سوريا محمود بركات سيطلعنا على ما مطلوب بالتحديد من هذه الاحتجاجات التي تدعم العاصمة البريطانية لندن نعم محمود تفضل السلام عليكم ورحمة الله أفضل الصلاة والسلام على سيد محمد سيد المرسلين ندعو أهلنا في سوريا الثبات والصبر على ما حصل لهم في حلب فأننا نودع عام 2016 ونستقبل 2017 في جراح مليانة في الدماء تعدت في حلب المشاكل والحروب الطائفية التي لا تغادر فيها صغيرا ولا كبير فقد تشردوا الأهالي فيها ودامت دم فيها واليوم حلب تبكي أهلها العرب وتستنصرهم فيما يجري فيها من قتال فأن روسيا تلقي في همها وثقلها في حلب فقد أصابت في إبادة حلب ونستنصر أهلنا العرب وحكامنا قبل بداية العام في حل نهائي لأهلنا في حلب ونود من الجميع أن يشارك في هذه المظاهرات في جميع أنحاء العرب نعم جينا هل تسمعيني؟ نقول لحكامنا العرب حلب تستنصركم بمعنى الكلمة فأنهم يموتون وجراحهم أليمة تستلهمكم في كل قواها فأن نساؤنا التكالة تدعيكم فيما بيها من ألم وشقاء ونشكر لكم هذا ما يتحمله العرب من مسؤولية وإجراءات من ما يتفوق فيها العالم في رؤية هذا العام المقل أن يكون عام خير على أهلنا في سوريا جينا محمود بركات هو أحد المتظاهرين هنا في العاصمة البريطانية نعم جينا بالنسبة للمعتصمين هل كما شاهدت ريما هل حصلوا على المعلومات أو وردتهم أي معلومات جديدة من أهاليهم في الداخل يعني هل يوجد أحد من المعتصمين لديهم أهالي داخل حلب نعم لقد تحدثنا لبعض النساء السوريات المتواجدات في المظاهرة قالوا لنا هما يحاولون التواصل مع من هم متواجدون في حلب الآن ولكن لا وسيلة للتواصل معهم هم يبكون هم في غاية الحزن والقلق على ذويهم هم في حالة من الرعب والخوف قاموا بالصلاة بتأدية الصلاة هنا وترحموا على الشهداء وهم يقولون نحن نناشد المجتمع الدولي ليكون المفصل في حسم أمر المدنيين وأرواحهم هناك أيضا كانت تصريحات رسمية تدعو الحكومة السورية لفك الحصار عن مدينة حلب طالب بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانية بعد جلسة البرلمان طالب النظام السوري والنظامين الإيراني والروسي بفك الحصار وبالمسؤولية عن أرواح من هم متواجدون في حلب الآن هناك البرلمان ناقش أيضا أن مئات من المدنيين هناك محاصرون وخاصة من الأطفال أيضا هناك تصريح لافت للنظر للمبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا جاريس باري قال أن ما فعله بشار الأسد في حلب هو ليس نصر إنه سيكون نصر مر على الأسد وسيتحمل هو مسؤولية ما يحدث للمدنيين هناك وسيحاسب على ما فعله بالمدنيين أيضا قال أن الحكومة البريطانية ستواصل وقوفها مع المعارضة السورية وقال إنها ستستمر بدعمها سياسيا حتى الحصول على سوريا حرة بدون دكتاتور يقوم بقتل شعبه بشكل همجي أيضا هناك موقف كان هناك واضح للحكومة البريطانية تحدثت بمتحدثة باسم الحكومة البريطانية وقالت أننا متمسكون بزوال الأسد وتنحيه عن السلطة بطمع الموقف البريطاني يبقى موقفا متقدما في هذا الإطار شكرا جزيلا لك من أمام السفارة السورية في لندن موفدت التلفزيون العربي جينا العمو شكرا جينا هل استعادة النظام السيطرة على حلب يمكن أن يغير وجه مسار الثورة السورية هل الحسم العسكري فقط قادر على أن يمنح الأسد شرعية مفقودة بعد ست سنوات من اندلاع الثورة ضده ما هو مصير الثورة السورية بعد هذا التغير الجغرافي في مناطق طبعا السيطرة على الأرض دعونا نتابع التقرير التالي لنبدأ نقاشنا حول مستقبل ومآلات الثورة السورية كلما تقدم نظام الأسد في الميدان السوري بشار أنصاره بأن الأزمة في طريقها إلى النهاية وأن المعركة تدخل مراحلها الأخيرة وليذهب بعضهم إلى القول إن وجهة الجيش النظامي المقبلة ستكون الجولان لتحريره من الاحتلال الإسرائيلي الحسم العسكري كان الورقة الوحيدة بيد الأسد بعد فشال خياره الأمني في وعد الثورة منيت المعارضة المسلحة بخسارات كثيرة وتراجعت في مناطق عدة في حمص ورف دمشق ودرعا وحلب مؤخرا لكن الثورة استمرت ذلك أن السوريين لم يخرجوا ضد الجغرافيا ولكن ضد القيم التي حيمنت على سوريا منذ سيطرة نظام الأسد عليها حكم الأسد الأب سوريا ثلاثة عقود كان فيها الرفيق والمناضل والقائد إلى الأبد كان فيها المعلم الأول في المدارس والطبيب الأول في المستشفيات والرياضي الأول في الملاعب يعلم كل شيء عن كل القضايا والأهم أنه كان يحصل على تسعة وتسعين في المئة باستفتاءات بقائه في سدة الرئاسة جاء الإبن بعده وسار على ذات القيم التي ورثها عن أبيه نصب نفسه زعيما لمحور المقاومة والممانعة وحكم سوريا لعقد أطلقت عليه منظمته من رئيس ووتش لقب العقد الضائع تضاعف عدد الفقراء في عهده عدة مرات وطوقت مدن الصفيح والعشوائيات المدن الكبرى ثم كانت الثورة ثورة ناحية القيم المغيبة في حقبة الأسدين ثورة ضد الإقصاء والاضطهاد والقمع ثورة ضد القيم الفاسدة التي قامت عليها الدولة السورية ينظر الأسد لاستعادة السيطرة على حلب باعتبارها ضربة قاضية للمعارضة المسلحة وكأن استعادة الجغرافيا أو تغيير الواقع المالدي سيعيد الناس إلى قبول منظومة القيم التي يريدها الأسد لكن الثورة السورية أثبتت وبعد ست سنوات من عمرها أنها ليست ثورة شعارات بل هدم للبال من النظام القديم وبناء منظومة قيمية جديدة عمادها صبر والصمود بمخاض مؤلم عسيرة لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد محمد فتوح الكاتب السحفي كما ينضم إلينا من باريس جورج صبر نائب رئيس وفد المعارضة التفاوضي وأيضا من الدوحة عمر إدلبي عضو تجمع ثوار سوريا وأيضا من بيروت السيد مصطفى فحص الكاتب السياسي السياسي أرحب بكم جميعا وأبدأ معك سيد محمد قبل أن نتحدث عن الثورة ما بعد حلب وسقوط حلب ما الذي تمثله حلب بالنسبة للمعارضة السورية وللثورة السورية يعني حلب ليس فقط بالنسبة للثورة والنسبة للمعارضة والنسبة لسوريا هي أكبر مدينة وهي كانت في أكبر تجمع سكاني قبل الثورة الآن أخثر من نصف سكان هجروا من المدينة منذ على مدى الأربع سنوات أو الأربع سنوات الماضية تحديدا كانت العاصمة الاقتصادية وبالتالي نحن لا نتحدث فقط عن مساحة جغرافية نحن نتحدث عن مدينة استراتيجية لها أهميتها بالنسبة لسوريا كيكون وليس فقط للثورة بالتأكيد هي بالنسبة للثورة السورية كان انضمامها للثورة تحولا كبيرا وتقدما كبيرا بالنسبة لمساعدة الثورة لأنها تأخرت قليلا عن باقي المدن نحو عام ولكن جاءت ودخلت الثورة بقوة خلال فترة قصيرة تم تم تحرير الحلب الشرقية خلال ربما في فترة قصيرة جدا المشكلة الآن نتحدث نحن عن النظام حول هذه المدينة من لنقل عروس لرمز كبير في سوريا إلى مأساة إنسانية لنحن نعلم الآن أنه أكثر يعني ربما سبعين في المئة من المدينة تم تدميره تماما سواء عبر البرابيل المتفجرة أو عبر القصر المدفعي والآن تكمل الميليشيات ما كانت قد بدأته بعد هجرة السكان الآن هناك محاولة كما حصل في مناطق أخرى يحدث نوع من التغيير الديمقرافي في حمص على سبيل المثال تم تهجير أو تم السيطرة عليها تماما قبل حوالي سنتين إلى الآن لم يعد أي من سكانها إلى أحياء حمص القديمة وبالتالي هوريف دمشق نضم مؤخرا إلى قطار المهاجرين قصرية نحن نتحدث ليس فقط عن قضية جغرافية وعمرانية نحن نتحدث عن تغييرات ديمقرافية قد لا تعود إلى نصابها لفترة ليست قصيرة تقول قضية جغرافية هل الجغرافية والثورة متطابقان أم لا هل الثورة الفكرة يجب أن تكون متطابقة مع الجغرافية دعونا نميز بين فكرة الثورة أو الفكرة الأساسية التي كان يتحدث بها الناس عن التغيير وفكرة أنه هل وجود العسكر ضروري في المدن أو لا هذا لا هناك كثير من الكلام يقال الآن من جانب عسكرية مختصر أنه الوجود داخل المدن قد لا يكون ضروري وكان من الأفضل ربما للثوار أن يكون خارج المدن وهذا بالعكس يعطيهم مساحة أكبر للعمل وبالتالي خروج مدينة حلب عن سيطرة الثوار لا يعني أن الأمور بدأت تسهيل لصالح الأسد أو بدأت تهدى أو تنتهي لمسار يريده بشار الأسد بل هناك مرحلة أخرى من الثورة تنطلق الآن من خارج المدينة ومازال هناك نتحدث عن الريف في كل وخارج شرطة النظام السوري وليس بالسهولة أن يسيطر عليه المدينة لها وضع جغرافي معين كانت على مدى فترة يعني ليس من اليوم من قبل حوالي سنتين بدأ حصار مرحلة الحصار بعد سيطرة على المطقة الشيخ النجار الصناعي وقبل ثلاث أشهر تقيبا أو أكثر قليلا قطع الشريان الآخر لكن بشكل عام الضغط على المدينة بدأ منذ حوالي سنتين بالإضافة لأنه وجود بعض الميليشيات الكردية الموجودة في بعض أحياء حالة في الشيخ مقصود وغيره لكن الضغط الحقيقي حصل عندما تم قطع طريق الكستلو وقطع الإمدادات عن المعرض هذا الطريق الثاني نعم الطريق الأول قطع قبل سنتين تقريبا الطريق الثاني قطع بمساعدة الميليشيات الكردية وبالتالي هناك عوامل ليس فقط النظام السوري وروسيا هناك عوامل أيضا تتعلق بتركيبة الأحياء في هذه المناطق سيد جورج صبر حضرتك ذكرت كان إلك تصريح حلب مدينة مهمة للثورة إلا أنها ليست آخر مكان طبعا المعارضة ما زالت تسيطر على إدلب على سهل الغاب على درعا ومناطق أخرى ولكن سقوط حلب ألا تضعف إذا ممكن أن نقول أو نصفه بجيوب المعارضة في هذه المناطق بالتأكيد حلب ليست شيئا عابرا لا في المدنية السورية ولا حتى في قوى الثورة لكنني أذكر أن بشار الأسد كان يضع يده على كامل سوريا من الجنوب إلى الشمال ومن البادية إلى البحر كذلك أيضا أذكر أنه قبل التدخل الروسي الأخير في عام 2015 يذكر الجميع كيف كانت بقايا النظام السوري تهرب من أمام فصائل الثورة في مدينة إدلب في محافظة إدلب كاملة في جسر الشغور في ريف حمص الشمالي والغربي في ريف حما وفي مناطق عديدة هي معركة كبيرة بالفعل لكن أكثر ما يضغط علينا نحن في قوى الثورة والمعارضة فيما يتعلق بحلب هو حجم الكارثة على المدنيين النساء والأطفال حجم المدنيين الكثير في منطقة صغيرة ومحدودة تم حصارها منذ حوالي أربعة أشهر بشكل كامل أيضا تجري عملية تدمير ممنهج لقوة نارية ليس بمقدور قوى الثورة أن تواجهها وهذا شيء طبيعي فالمشكلة التي بدأت تضغط أن هذا التدمير الممنهج بدأ ليلغي كل أسباب الحياة في المدينة ضرب المشافي حتى أنهاها كاملا ضرب المدارس ضرب الأسواق التجارية حتى مقرات الدفاع المدني التي كان من مهام فعلا أن تسعف الناس الضحايا أيضا ألغاها وأخرجها من العمل هو بالفعل حول المدينة المحررة حلب المحررة إلى منطقة يستحيل الحياة فيها لكنني أسأل رغم كل ذلك من الذي شاهد امرأة عجوزا تحمل علما أبيض علما الاستسلام من شاهد طفلا أو شيخا يتحدث بهذه اللغة نقول ببساطة لم يقصر أهل حلب في الصمود لو أنهم من الصخر الصوان لم يقصر أهل أهالي حلب ولكن بعض أهالي حلب يحملونكم أيضا مسؤولية ما يجري واسمح لي إذا كان هذا السؤال قاس بالنسبة لكم خسارة حلب تعني للبعض بأنكم أنتم كأتلاف الوطني السوري كقيادة سياسية فشلتم وأنتم سقطتم في الاختبار لا يجوز لأحد أن يتبرأ من المسؤولية وفي هذا الكلام جزء مهم من الصواب لذلك المطلوب الآن وقفة حقيقية وجادة لكل قوى الثورة بجانبها العسكري الميداني المقاتل وبجانبها السياسي أيضا كذلك أيضا لا نعفي من المسؤولية أيضا منظمات المجتمع المدني وكذلك أيضا الجهات الإغاثية حقيقة نعم قبل أن نضع إصبعنا في عين العالم ونقول هذا مقصر وهذا لم يقم بالواجب نحن أيضا فعلا علينا مسؤولية وعلينا تقصير لكن أعتقد من الظلم الكبير أن يقال إن السوريين كائنا مكانوا الذين يقاتلون دفاعا عن الحلب أو الفصائل في أماكن أخرى أو الجانب السياسي أنهم المسؤولون الوحيدون عن هذه العملية نحن لا نواجه النظام السوري وكل الدنيا تعرف ذلك نحن نواجه روسيا نحن نواجه إيران قوى الثورة تواجه نحن نواجه عشرات الميليشيات الطائفية المدربة والمسلحة والمصنفة دوليا بخانة الإرهاب دون أن يشير العالم على أن هناك إرهابي أيضا يدعم النظام ويريده أن يستمر حقيقة لابد من توازن في طرح المسؤوليات ولا يحق لأحد أن يتهرب منه أستاذ جوج ابقى معي لو سمحت أنتقل إلى سيد عمر إدل بعضو تجمع ثوار سوريا عمر أنت من المؤمنين جدا بالثورة السورية لكن تأثير سقوط حلب على الثورة الفكرة التي ممكن أن نصفها هذه الفكرة التي زرعت في عقول السوريين قبل 2011 ولكن تبلورت وترجمت في 2011 ما يمكن أن يكون تأثيرها الأفكار أيضا تموت بعد فترة أمام الانكسارات والهزائم للأسف نعم الثورة الفكرة تأثرت للغاية بسقوط الأحياء الشرقية في حلب وقبل ذلك بسقوط دارية التي تعتبر واحدة من أهم أيقونات الثورة قبل ذلك أيضا بسقوط القصير بسقوط أحياء حمص القديمة أيضا بسقوط الريف الغربي لدمشق أيضا بسكون الجبهة الجنوبية وخروج درعة بالمطلق من معادلة الثورة والكفاح المسلح الذي ارتبط بشكل بصورة الثورة في الفترة الأخيرة هذا الخطاب التعبوي الجميل الذي سمعته من أستاذي الأستاذ جورج صبراء أحبه جدا وأحب أن أسمع هذا الخطاب ولكن في الحقيقة سمعناه في كل مرة كانت تخسر جغرافيا ارتبطت بها وساعدت الثورة وساعدت الثوار على مزيد من الانتشار والتعبير عن هذه الفكرة بطريقة أكثر حرية وبطريقة أكثر قدرة على الخلاص من حكم الطاغية الجغرافيا لم تكن شيئا عابرا في الثورة السورية الجغرافيا مكنت الثوار من التعبير عن أنفسهم وعن برنامجهم الثوري الذي صادرته قوى المعارضة السياسية وأيضا صادره الفصائل الجهادية الإسلامية للأسف سنكون منطقيين وواقعيين ما لم تكن صدمة حلب هذه المرة مفترقا حقيقيا ليس كسابقاته من المفترقات الإسمية عند قوى الثورة والمعارضة سواء السياسية أو العسكرية فإن الثورة بالتأكيد ذاهبة إلى أن تكون واحدة من الثورات الفاشلة في التاريخ هناك ثورات فشلت ليس صحيحا أن الثورات كلها في التاريخ انتصرت هناك ثورات فشلت وبالتأكيد ليس هذا المصير بعيدا عن مصير الثورة السورية ما لم يكن هناك إعادة تقييم لمجمل مساراتها السياسية والإعلامية والعسكرية والإغاسية وفي طليعة كل شيء بالتأكيد المسار العسكري الذي فرض فرضا على الثورة السورية وأصبح واجهتها ووجهها الكامل هناك مسائل في الحقيقة بحاجة لإعادة النظر فيها علاقتنا بالدول التي تسمى حلفاء لثورة السورية سنتحدث عن هذه العلاقة هي علاقة تبعية تستوجب مننا أن نغادر جبهات حلب نعم عمر سنتحدث عن رؤية هل هي علاقة شراكة يمكن أن يقام عليها حلف استراتيجي فيما يتعلق بمستقبل الثورة السورية وعلاقات بدول جوار هل هي علاقة تبعية فيما يتعلق تسمعني أستاذ مصفا من بيروت أستاذ مصفا أمام خسارة الجغرافيا ما الذي تبقى للثورة السورية هل كما يقول أستاذ عمر وحتى أستاذ جورج بأنه يجب أن يكون هناك جدية في إعادة هيكلة القيادة السياسية وأيضا العسكرية وأن تكون حلب نقطة تحول في هذا الإطار نقطة تحول جدية ليس كما في السابق هي الكف الذي يجب أن يستصحى عليه الثورة السورية وقيادتها وخصوصا جناحها المسلح العسكري حان الوقت لنعيد التقييم العسكري والسياسي لمدة 6 سنوات كان فيها كثير من الإخفاقات رغم بعض الانتصارات وبعض الأمل الكبير الذي كان كاد أن يتحقق لو لا تدخل روسيا والتواطئ الأمريكي والتواطئ الغربي على الشعب السوري هي الفرصة الآن لتقول الثورة السورية أن ما جانته عليها الفصائل الإسلامية المسلحة وما جانته عليها الدول التي دعت أنها تساعدها أو ما يسمى بأصدقاء سوريا ولكنهم كانوا أشبه بأعداء سوريا أنا الأوان لإستقلالية الموقف أو القرار السوري الثوري بمعنى أنه لا وقت الآن لنذهب إلى معادات من تبقى لنا من الأصدقاء أو العتب ولكن الآن الرهان على فرض أجندة سورية وطنية داخلية الآن أمام هذه الهزيمة التي لا يمكن لنا أن نلتف عليها أو نبررها بأن خسارة الجغرافيا لا تعني خسارة الثورة ولا نستطيع أن نعود إلى الثورة إلى يومها الأول إلى تلك النستلجية المدنية في الشارع في الهتاف إنها أنا مواجهة عسكرية أنا الآن لتفتح سوريا ليكون لهذه الثورة جيشا موحدا حركة تحرير على غرار حركة تحرير الوطني الفلسطيني أو على غرار حركة فتح شيء يشابه أو على طريقة المجاهدين الأفغان لم تفوت الفرصة بعد ولكن هل هناك إمكانية لتنظيم الصفوف من جديد هل هناك إمكانية للحديث مع المجتمع الدولي مع الرأي العام الدولي بأن ما يحدث في حلب بالتفريق بين الاستبداد والإرهاب لقد وصمت هذه الثورة بمعنى الإرهاب هل هناك قدرة على السوريين ولأصدقاء الشعب السوري على القيام بهذا الدور إننا أمام سنوات طويلة من الكفاح المسلح والكفاح السياسي والكفاح الإعلامي والاستهجان هنا أن الدول العربية لم تستدعي سفيرا روسيا لتشجل اعتراضها إلى الآن نحن نراهن على المجتمع الدولي إلى الآن هناك مراهنة على بريطانيا إذا تستطيع أن تقوم بدور ما من أجل دعم الشعب السوري هل تستطيع القيادة السياسية للثورة السورية أن تضع مصالحها الآن ضمن مصالح الأجندة الغربية التي بدأت تنزعج من الدور الروسي في أوروبا وفي الشرق الأوسط هل نستطيع أن نستبدل أن نحول هذا الكلام العربي إذا فعل سقطت حلب قاسم سليماني هو في كل مدينة عربية سقطت حلب نحن الأمام أمام تحدي الاستبداد الأسدي في كل دار عربية إلى الآن لم تصحى القيادة الرسمية لأن نظام السياسي العربي لم يزل في غيبوبته تجتمع الجامعة العربية غدا لماذا؟ هناك من في الجامعة العربية إعلامه يؤيد ما جرى في حلب لهناك دول عربية فاعلة لم تزل تؤيد نظام الأسد وتعتبر أن الثورة العربية الثورة السورية إرهابة هناك من قام بثورة مضادة قبل أن تصل الثورة السورية إلى دماغ أستاذ مصطفى طرحت تساؤلات نعم سأتابع معك ولكن أيضا أريد أن أسمع إلى سيد محمد فتوح طرحت تساؤلات يطرحها الإنسان العربي العادي سيد محمد هل من الممكن أن تتخلص الثورة من التبعية هذه هي الحقيقة وأن تقود أن تكون هي القائدة يعني الآن نتحدث عن مستوين لمستوى العلاقة الخارجية بمجرد تحول الثورة إلى الثورة عسكري لم تعود قرارا سوريا هذا أظنبات معروفا ولم يعود بالإمكان الاعتماد على القدرات الذاتية لأن السلاح لا يمكن تأمينه عبر قدرات شخصية أو عبر رجال أعمال هذا يحتاج إلى قدرات دول فبالتالي عندما تحولنا إلى الثورة المسلحة أصبحنا جزء من معادلة دولية أكبر الآن هل هذه العلاقة تبعية أم علاقة لنقل تبادل مصالح هل هناك قدرة من جانب الفصائل التي تلقى التمويل والسلاح على أن تعطي وتأخذ أم فقط تنفذ هذه الإشكالية الرئيسية الوضع العام في الواقع يشئ أو الآن هل كان التفاجل المصالح لما وصلت الأمور إلى هذا الحد يعني يبدو بأنها تبعية بامتياز هذا السؤال في الواقع يمكن أن قد يكون واضحا لدى الكثيرين لكن الإشكالية الأخرى أيضا أنه وجود مرجعيات متعدلة لم يكن أو على أقل بالنسبة للتمويل ليس بالضرورة بالنسبة للتبعية أنه ليس هناك قدرة على وجود تكتل واحد حتى مستوى العالم لم نجد هناك عالم واحد مثلا على سبيل المثال موحد لجميع الفصائل وهذه إشكالية حتى في داخل حلب المحاصرة للأسف كان هناك إشكاليات من نوع على مستودعات الذخيرة على اتهامات متبادرة وإلى أخير رغم الحصار وبالتالي هناك إشكاليات تتعدى من شاهدناه في حلب تتعدى إلى مشكلة تتعلق بمسار الثورة ربما هناك إشكالية بالعلاقة بين السياسي والعسكري هناك يجب أن يكون جسم سياسي قوي مرتبط بجسم عسكري قوي أيضا لكن هذه العلاقة أيضا غائبة في كثير من الأحيان هي علاقة ترضية السياسيون يحاولون أن يرضوا العسكريين لكي يتوصلوا إلى نوع من التنسيق ولكن في حقيقة الأمر العلاقة التكاملية غائبة في جزء كبير بين السياسي والعسكري لنتعرف أكثر على ما يجري في حلب طبعا الأوضاع الميدانية معنا أبو فراس الحمداني الناشط من حلب أبو فراس أبو فراس الحلبي أهلا بك هل توقف إطلاق النار بالكامل؟ نعم الآن في مدينة حلب هدوء نسبة تشهد هذه الأحياء الغربية أو الأحياء الجنوبية الغربية التي يتواجد فيها المدنيين وتواجد فيها الثوار هدوء نسبة تشهده الآن هذه الجبهات أو هذه الأحياء على كافة محاور القتال وبدأت التجهيزات الأولية لإخراج الجرحة والمصابين كدفع أولى يتم الآن إجلاء الجرحة والمصابين وصعودهم لسيارات الأسعاف ويتم أيضا على الجانب الآخر التجهيز لاستقبال هؤلاء وإدخالهم إلى مشافي ميدانية عدد كبير من الجرحة والشهداء بعضهم مبتوري الأطراف بسبب تعرضه للقصف عدد كبير من المدنيين من النساء والأطفال الجرحة سيتم إخراجهم غدا لتبدأ بعدها عمليات نقل المدنيين التي ربما ستطول ربما قرابة أسبوع بسبب العدد الكبير من المدنيين الذي سيتم تهجيره قصريا إلى ريف حلب الجنوبي والغربي نعم إذن بدأت عملية الإجلاء مع أن الاتفاق ينص على أن الإجلاء سيتم عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي نعم حتى الآن لم تخرج أي مجموعة ولم تخرج أي سيارة إسعاف وإنما يتم تجهيز تجهيز وتجميع نعم نعم سواء في داخل مدينة حلب أو في خارجها أيضا يتم تجهيز المساكن التي يمكن أن تؤوي هؤلاء المهجرين قصريا لكن في الحقيقة هناك معاناة الآن تواجه المجالسة المحلية والجمعيات ومنظمات العاملة هنا في ريف حلب على تأمين أو تواجههم في تأمين هذا العدد الكبير من المساكن لقرابة 100 ألف نسمة سيتم تهجيرهم قصريا من منازلهم من داخل مدينة حلب نعم طيب أوي فراس أنت تتحدث هنا عن المدنيين ماذا عن المقاتلين نعم المرحلة الأولى ستتم هي إخراج الجرحة والمصابين والمرحلة الثانية ستبدأ بالمدنيين والمقاتلين في المرحلة الأخيرة إذا تمت كل برد الاتفاق على ما اتفق عليه بين الثوار وبين روسيا في الحقيقة نهاية الاتفاق سينص على انحياز الثوار من داخل مدينة حلب إلى خارجها إذن الجرحة في المرحلة الأولى المدنيين في المرحلة الثانية وأيضا كما ذكرت المقاتلين المرحلة الثالثة يعني أنه ستأخذ الأمور بضعة أيام كما يبدو نعم بضعة أيام سيستغلق تنفيذ هذه العملية بسبب العدد الكبير إذا نذكر العمليات التي تمت في دارية أو في قدسية كانت أو في أتال مؤخرا كانت تتم في يوم واحد سابع العدد القليل من السكان وعدد من المقاتلين كانت تتم في يوم واحد وفي دفع واحد من الحافلات لكن نحن الآن في مدينة حلب في حادثة تهجير قصري ربما الأولى في التاريخ أكثر من مئة ألف نسمة سيتم تهجيرهم هذه العملية تستغرق ربما قرابة أسبوع إذا تحدثنا يوميا عن خمسة آلاف أو ستة آلاف أو حتى ربما عشرة آلاف يتم إخراجهم بشكل يومي ربما هنا نحن أمام عشرة أيام تستغرق هذه العملية نعم طيب ما صحت المعلومات التي تواترت بأن بعض النساء انتحرنا خوفا من التعرض للاختصاب ما دقة هذه المعلومات؟ طبعا هذه إشاعات وهذه إشاعات والصور التي تم نشرها على أنهن نساء انتحرناهن في الحقيقة أصبنا بقصف من قبل الطائرات الروسية الأخواتنا وأمهاتنا والأحرائر الموجودين في داخل مدينة حلب والموجودين مع الثبار والذين صمدوا وصبروا تحت هذا القصف وتحت حمام الطائرات لازالوا صابرين ولازالوا صامدين وسيخرجون بإذن الله تعالى مرفوع الرأس بإذن الله تعالى إلى خارج مدينة حلب رغم تآمر الشرق والغرب عليهم إلا أنه لا يمكن إذن كما قلت بأن هذه مجرد إشاعات ليس هناك دقة في هذه المعلومات شكرا جزيلا لك أبو فراس الحلبي كنت معنا عبر الهاتف من ريف حلب أعود إليك سيد جورج صبرة بالنسبة للتعامل مع أصدقاء سوريا دول أصدقاء سوريا ألا يجب أن تكون هناك رؤية جديدة في هذا التعامل بعد ما رأيناه من طريقة التعامل وأيضا من العجز لدى هذه الدول في التعامل مع الملف السوري أعني من دون شك هذه واحدة من القضايا التي يتوجب أن يقوم بها الجانب السياسي من التورة خاصة بعد انكشاف المحدودية التي تنخفض دون التوقعات كل مرة خاصة ما جرى قبل أيام في اجتماع باريس الحقيقة ليس فقط عجز إنما هو انعدام إرادة لو أرادت الأوروبيون لو أرادت الولايات المتحدة لا هي ليست عاجزة يمكنها أن تفعل أشياء في هذا المجال على الأقل في الملف الإنساني خاصة وأنها تستند إلى قرارات من مجلس الأمن الدولي شارك الروس بصياغتها وهم اليوم يمتنعون عن تنفيذها ويضربون بالأمم المتحدة عرض الحائط فأعتقد أن لو كان هناك إرادة للدفاع عن المجتمع الدولي عن النظام العالمي عن الأمم المتحدة هذه المؤسسة التي وجدت من أجل حماية الأمن والاستقرار والسلام في العالم هي تنتهك انظر ماذا فعل الروس في هذه المنظمة الأمم المتحدة يشاء أولا أغلقوا أبوابها وجعلوا مجلس الأمن الدولي محطة للتسامر وتبادل الاتهامات أحيانا وكذلك لإخلاء الكراسي عندما تخرج بعض الوفود إذا تحدثت بعض الوفود الأخرى ثم بعد ذلك انتقل نقلة نوعية أخرى يشارك في صنع القرارات ويضرب بها عرض الحائط وكأنها لم تكن وفي مرحلة أخرى بدأ يقوم بإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة بعيدا عن الأمم المتحدة مرة بالشراكة مع الأمريكان مرة مع وساطات أخرى كما يجري اليوم في حلب إذن الروسيا فعلا تنفي الأمم المتحدة وترميها خارج الملعب أليس هناك إذا توفرت إرادة دولية إمكانية لفعل لا هناك إمكانية لفعل لكن للأسف غير متوفرة الإرادة الدولية غياب الإرادة الدولية نحن يمكن أن نتحدث بعين مفتوحة نعم نعم تفضل تفضل غياب غياب الإرادة الدولية تحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية بسياستها بشكل كامل هذا واضح لأن السياسة الأمريكية عندما تتراجع عندما تخذل أصدقائها هي بالفعل لا تتراجع وحدها إنما تدفع حلفائها للتراجع تدفع أصدقائها في المنطقة للتراجع وتضع حدود لأي تحرك إيجابي وتكتفي عند ذلك بتقديم المشورة بتقديم النصائح ونحن شبعنا من النصائح بل تعبنا من النصائح والمشورة خاصة وأن ما يجري في حلب هم الذين سموه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفي منظمة الأمم المتحدة مؤسسات لذلك ولديها كافة التقارير والمعلومات بالصوت والصورة لكن للأسف تنعدم الإرادة في مواجهة الروسي إما في فتح الباب أمامه أمامه لمصالح مشتركة وهذا سيتبين لدينا مما يمكن أن تفعله الإدارة الأمريكية الجديدة لكن بالفعل شيء يحزب النفس أن أوروبا بهذا الحجم بهذا الدور التاريخي بهذا العلاقة التاريخية مع سوريا والشعب السوري بهذه القوة الاقتصادية تقف الآن مكتوفة الأيدي مثل أي دولة من الدول الأفريقية تقنف وتشتفي من ما يقاله روس وتكفي بالانتقاد نعم سيد عمر إدلبي سيد جورج صبر يبدو بأنه في توجه لدى القيادة السياسية بعادة النظر في طريقة التعامل أو الرؤية في التعامل مع المجتمع الدولي وخاصة ما يعرف بأصدقاء سوريا لكن الأولوية هنا هل لإعادة ترتيب ووضع إطار جديد لهذه الرؤية أم لإعادة هيكلة القيادة السياسية وربما وجود قيادة سياسية بديلة يعني كل الأمرين نحن بحاجة لهما في هذه المرحلة وإن كانت مسألة إعادة هيكلة القيادة السياسية هي أمر من يعني ليس ذو جدوى في ظل عدم وجود سلطة لهذه القيادة السياسية الموجودة الآن على القوى العسكرية والقوى المحلية التي تقود أو بالأحرى تتحكم بالواقع الميداني على الأرض سواء منه الميداني العسكري أو الميداني المدني هناك قوى على الأرض الآن هي تقود الناس في مجالس محلية حتى بعيدة عن تشكيل المجالس المحلية الرسمية المنتمية إلى الاتلاف الوطني وبعيدة أيضا عن الحكومة المؤقتة وبعيدة عن كل مؤسسات المعارضة فما بالك بالقوى العسكرية التي هي صاحبة قرار مستقل ويتم التعامل معها دوليا على أنها منفصلة تماما عن القيادة السياسية أو عن معارضة سياسية بحيث أن كل هذه الدول تتواصل مباشرة بشكل مباشر مع قادة الفصائل الجانب الأولي الذي كنت تتحدثين عنه فيما يتعلق بعلاقة قوى الثورة والمعارضة مع الدول الحليفة نعم بحاجة مصارحة بحاجة القول لهذه القوى أن التردد والضعف الذي أبدته في دعم الثورة السورية سيكون مكلفا بالتأكيد على الشعب السوري ومأساة ونكبة حلب أبرز دليل على ذلك هذا من ناحية من ناحية أخرى يجب أن نؤكد لأصدقاء الثورة السورية أن الجرأة الروسية والرجرأة الإيرانية أثناء غياب فعالية الأمريكية بسبب انتقال السلطة هناك قابله ضعف وتردد من حلفاء المعارضة يعني غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق يعني لم يبقى محلل سياسي ولم يبقى إعلامي ولم يبقى أحد في العالم لم يقل أن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2016 ويناير 2017 ستكون أشهر صعبة جدا على الثورة السورية وعلى المعارضة السياسية بالمجمل بسبب فراغ السلطة أو ضعف السلطة الأمريكية وعدم قدرتها على التأثير في المجرى الأحداث الدولية وبالتالي الروس سيستغلون هذه الفرصة فما الذي فعلته قوى الثورة والمعارضة لدرء واستباق والوقاية من هذه الهجمة الروسية التي كانت متوقعة على الصعيد السياسي لم نفعل شيء على الصعيد العسكري لم نفعل شيء سيدة في حتى على الصعيد الميداني للمعارضة السياسية والعسكري سيد مصفا لا يجب على السوريين الآن النظر إلى الثورة أو إلى مفهوم الثورة بطريقة مختلفة عن السابق مفهوم الثورة أختلف معك في السؤال ولكن أنا أصل معك إلى الجوهر الذي انطلقت منه الثورة السورية الثورة السورية هي أفضل أو الصح الحقيقي الذي فعله الشعب السوري منذ أربعين سنة الثورة السورية هي ليست فقط من أجل حرية الشعب السوري الثورة السورية لمن لا يدري هي تغيير للجغرافية السياسية في المنطقة النظام السوري هو النظام الوحيد الذي ورث هو الجدار الشرقي من برلين عندما تسقط هذا الجدار أنت تسقط المنظومة التي تحكم الشرق الأوسط وأوروبا من هنا جوهر الثورة كان جوهرا تحوليا كبيرا في المنطقة يتعدى الشعب السوري وتعدى الجوار السوري ومن هنا جاءت الانتكاسة الغربية التي تواطأت مع الروسيا الذي اقتحم المنطقة من أجل الدفاع عن حصونه العودة إلى جوهر الثورة جوهر الثورة باقي وهو رفض الاستبداد ورفض بقاء بشار الأسد ولكن ما هي الأدوات التي سوف تتخذها هذه الثورة من أجل الدفاع عن نفسها والدفاع عن مبادئها ضيوفك الكرام وضعوا الجرح وضعوا اليد على الجرح وهو أهل مكة أدرى بشعابها نحن نعلق من الخارج نحن نرى للمشهد وكأن هذا المشهد يعيد إلينا ما سمعناه عن الذي جرى في فلسطين وما سمعناه من تراث أهل البيت عن ما جرى في كربلاء ولكن هذه المرة أمام في الصوت والصورة نرى هذه المأساة ولنقول للسوريين هي مأساة التي يجب أن تعلم المنطقة بأسرها كيف تعاد إلى الثورة السورية حقها عن طرق وأسليب عدة أهمها ما قاله ضيفيكي الأستاذ جورج والأستاذ عمر أن لا بد من إعادة الهيكلة السياسية والعسكرية لا بد من توحيد البندقية حتى الراية السورية ليست موحدة لا بد من محاسبة الفصائل الإسلامية المتشددة لا بد من الحديث بصراحة مع دول الجوار السورية المؤيدة ولا بد من قدرة على وضع الصورة السورية في إطار نظام المصالح العالمية هناك الآن سأعود لأوروبا هناك الآن في أوروبا من يقول لتوانيا ما بعد حلب الخطر في أوروبا من التوحش الروسي الذي وصل إلى مداه ولا أحد يرضعه كما قال الأستاذ جورج في المجلس الأمن من هنا أصبح الثورة السورية هي الرادع الممكن لمرحلة التوحش الروسي وإذا أردعت التوحش الروسي إيران أضعف من أن تسيطر على سوريا لأن انتصارها حتى سنة 2015 كان مستحيلة حدثك اختلفت معي حول السؤال ولكن أجبت في جوهر هذا السؤال لأن حدثك قلت بأن يجب أن توضع هذه الثورة في إطار النظام المصالح العالمية بينما كان السوريون ينظرون إليها من خلال الأدبيات والإنشائيات نعم المشكلة أن السوري السوريون اعتقدوا أن هي مرحلة إسقاط نظامهم لم يعرفوا ما هي التنازلات التي قدمها هذا النظام على مدى أربعين عاماً ما هي المعادلة الذي أبقته هو بقي في المنطقة الهامشية ما بين الدول الشرقية والدول الغربية هو استطاع أن يعيش بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة هو انتقل ما بعد الاتحاد السوفيتي ليكون أداة أمريكية في هذه المنطقة هو نظام أقلوي تحتاجه إسرائيل في هذه المنطقة هو نظام يمنع الامتداد الفلسطيني إلى العمق السوري هناك معادلات ضخمة لهذا النظام لم ينتبه إليها الشعب السوري وحتى الآن النخبة العربية لم تنتبه بها هو للضرب الأغلبية العربية والإسلامية لضرب المشرقية الحقيقية من مرحلة نهوض دمشق هي عنوان نهوض هذه الأغلبية العربية والإسلامية وما حدث في حلب ضرب لإعتدالها لأنه يراد أن تبقى مشوهة بداعش وبالتطرف على أن الإسلام المعتدل أو أن الإسلام المشرقي لا ينتج إلا هذه الأنواع أثرت أستاذ مصفى موضوع مهم يتعلق بأن الثورة السورية أساساً ليست محصورة في سوريا فقط هي امتداد إقليمي ولكن السؤال هل سقوط حلب هل هذا الانكسار في مسار الثورة السورية يعاد انكساراً بالنسبة لكل الثورات العربية يعني لنقول الثورات العربية هناك ثورات مضادة في عدد من البلدان وبالتالي الثورة السورية ربما هي آخر ثورة الآن ما زالت يعني مشتعلة دول أخرى تمت فيها ارتكاسات وعادت إلى الخلف الإشكالية الآن كما قال أستاذ مصطفى الثورة السورية هي ليست فقط تخص سوريا هي تخص أيضاً المنطقة خصوصاً دول التي تخشى من النفوذ الإيراني دول الخليج على سبيل المثال هي دائما تتحدث عن المشروع الإيراني وعن الخشية من التمدد الإيراني في الواقع أن سوريا هي أحد مرتكزات المشروع الإيراني العراق الآن أصبح بيدهم اللبنان في يدهم وبالتالي سقوط الثورة السورية سيكون نقصة ليس فقط للسوريين وإنما أيضاً للأطراف التي أعلنت دعمها للثورة السورية في البداية لأسبابها الخاصة وليس لأسباب الشعب السوري لأن لها مصلحة بتوقف المشروع الإيراني وبالتالي سوريا كانت نقطة أساسية في قطار المشروع الإيراني ولهذا ألقت بإيران بثقالها عبر ميليشياتها ميليشيات حزب الله وميليشيات العراقية الطائفية وأخيراً دخلت روسيا باعتبار أنها وجدت أنه كل هذه الأمور لم تعود كافية الغريب في الأمر أن كل هذه الميليشيات وبعضها مصنف إرهابي في الواقع لا تلقى أي إدانة أو لا تلقى حتى معارضة من الجانب الأمريكية حتى كيري قال هي لا تهاجمنا في لماذا نحن نتصدى لها وبالتالي حتى بعض الميليشيات العراقية التي تقاتل تحت جناح الحج الشيعي أو الحج الشعبي في العراق هي الآن تقاتل في سوريا وترتكب مجازر بالأمس حركة النجباء التي ترتكبت مجازر في بعض أحياء حلب هي جزء من الميليشيات التي تقاتل تحت الطيران الأمريكي في العراق وبالتالي هذه التركيبة العجيبة هذه التركيبة الملتبسة في الثورة السورية تنعكس أيضا على مسارها وبالتالي يجعل المخض صعب جدا أخذي مثال أيضا الميليشيات الكردية الميليشيات الكردية مرتبطة بحزو العمال الكردستاني حزو العمال الكردستاني مصنف إرهابي والجناح في سوريا تلقى دعم أمريكي بالتالي هذا التداخل يطرح تساؤلات كبيرة حول ليس فقط حول جدية الأطراف الدولية في تسوية الوضع في سوريا أو إنهاء ما يسمونه أزمة وإنما أيضا في زيادة إشعال أزمات إقليبية يعني هذه عندما تتم تسليح ميليشيات كردية في سوريا تابع الحزو العمال الكردستان هذه ستنعكس على تركيا أيضا على سبيل الميليشيات وبالتالي تركيا وجدت أنه الآن هي معادلتها محصورة بهذا الجانب ودخلت على هذا الأساس ويقال أنه لم تعد مهتمة بما يجري بحلب لأسباب حدودها وبالتالي تعقيد هذه المسألة أصبح تجاوز إطار الثورة السورية وانتقلنا إلى شبكة معقدة من العلاقات بين الأطراف التي انخرطت في الثورة السورية طالما نتحدث عن الثورات العربية نذهب إلى تونس حيث انطلقت شرارة الربيع العربي لنستمع إلى آراء الشارع التونسي فيما يجري في حلب لإنقاذ حلب حتى ساعة الدول الأخرين تحل مشاكلها بس نجم تحل المشاكل متاع الدول الأخرى العربية عليش ما نحكيوش عليش مش الدول الأوروبية هي اللي تحل مشاكل العباد اللي في غير موا مستحقها معند عليش دي ما نوجه السؤال اللي كان للبلدان العربية عليش مش فرنسا عليش مش أمريكيا عليش هي الشعوب العربية دي جاء فيها فيها برشة مشاكل برشة مشاكل كان كل واحد يحاول بش يحل المشاكل و أطوى بشوية بش يتتحل المشاكل بش نقعدون سنوى في أعانات من إيكس و إيجريج وزيد بش يحلونا المشاكل ما تتحلش المشاكل كان أحنا ما نصالحوهاش حتى حج مينجم يحل هنا كي ما نعرف عندك خدمة مصالح على مصالح أخرى إذا تتحرك العباد معناها وشعوب نجم نقوله في السلطة بينصير الصالح حلب بش تخسر مركزها بصالح عباد أخرين دونك خدمة سيستام هذية كي ما تعرف من أول الدنيا الحكاية ثم شبكة عن كبوتية هي لتتحكم معناها في الحكاية هذه ما يساعدش أنه حلب معناها تنتصر ما يساعدش أنه سفك الدماء معناها كي ما نقوله ينقص كمبليتما الحكاية مربوطة أنه عباد معناها تضرب في عباد أخرين بريوس بعضهم وفولا هذه هو ما نجموش للشعوب العربية في كبار السلطة نحكي يتحركوا لصالح حلب معناها ما تقدرش بش تتحرك لأن العملية أقوى منهم وحتى كان يتحركوا من الجميع معناها حد شيء لأن كل كل شعب معناها يعني خايف على روحه ما يقدرش بش يتحركوا عودة إلى سيد جورج صبرى من باريس سيد جورج بعد حلب فصل جديد في مسار الثورة السورية ماذا تقول للشعب السوري الذي أنهكته الحروب وأيضا النزوح وكل هذه المآسي هل الثورة مستمرة أنتم ثابتون على مواقفكم على كل هذه الثوابت التي قامت عليها الثورة السورية أريد أن أقول أنا شخصيا أنحني احتراما للبطولة الساطعة التي أظهرها السوريون في كل مكان ليس في حلب وحدها بالأمس في دارية في المعظمية في حمص في كل الأمكن شيء يفتح النفس ويقول يلاقي هذا الأمل الذي تحدث به الأخ مصطفى وهو أحد أبناء الثورة لأن الثورة السورية هي ثورة للمنطقة فعلا أقول نخسر مواقع لكن الثورة طاقتها ما زالت كبيرة عميقة وأخطاؤنا جزء منها أساسي في هذه الإخفاقات لذلك أقول يا إخوتي أيها السوريون في كل مكان لنضع إصبعنا في أعيننا نحن لنكتشف أين أخطأنا ماذا فعلنا وماذا كان يجب أن نفعل ولم نفعله لقد آن الأوان اليوم البندقية بندقية الثورة هي جوهر الثورة فمطلوب وحدة القيادة وحدة القيادة العسكرية لننتهي من مرض الفصائلية وعندما تتوحد وحدة القيادة تحت الراية تحت برنامج التحرر الوطني لسوريا نحن الآن نعاني من الاحتلالات فوق النظام الفئوي الإرهابي التسلطي عند ذلك ستتوفر الحاضنة السياسية وهي موجودة بالفعل لأن تنطلق الثورة في مرحلة جديدة نعم سيد عمر هل ممكن القول بأنه سقوط حلب يمكن أن يكون صدمة إيجابية يعني رغم كل ما حدث وسقوط ألاف المدنيين بين قتلى وجرحة هل ممكن أن تكون تعدل كما يقول سيد جوج كون أنت أمام حقيقة ممكن أن هذه الحقيقة هي التي توثق لمسار جديد لهذه الثورة نعم يجب أن تكون يعني يجب أن يكون ما حصل النكبة التي حصلت في حلب أن تكون صدمة إيجابية لكل القوى التي ساهمت بشكل ما بارتكاب الأخطاء التي أوصلتنا إلى هذه النتيجة يجب أن يكون كذلك دماء الشهداء عذابات المعتقلين معاناة المهجرين تفرض مسؤولية كبيرة جدا على كل من يتصدى لمسؤولية من نوع ما في الثورة سواء عسكرية أو مدنية أو سياسية أو حتى إعلامية حتى على الصعيد الإعلامي يا سيدتي هناك جيل خرج الآن لا يعرف لا يعني لا يتذكر من الثورة شيء لا يتذكر أغاني إبراهيم قاشوش لا يتذكر زوجات عبدالباصد ساروت لا يتذكر البدايات الإرهاصات الأولى للثورة السورية لا يعرف من الثورة إلا بندقيتها ولا يعرف إلا رياتها المتفرقة وفصائلها المتنوعة للاتجاهات المتصارعة على مصالح ضيقة والتي تحولت إلى تحول قادته إلى أمراء حرب يجب أن نظاهر الثورة من جديد للجياء السورية أولا وللجيل العربي أنا كنت أسمع الآن إلى المداخلات الأخوة في تونس هناك جهل حقيقي من كل شرائح بما قالت إليه الثورة السورية العالم بدأ يعني يراها صراعا حقيقيا فعلا يراها الآن صراعا ضد مجموعات إسلامية إرهابية تتعامل معها الدولة السورية بين قوسين ولدرجة بدأ يعني الفاتيكان يتجرأ على إرسال موفد يقابل بشار الأسد إذن نحن مقصرون على مختلف صعود بما فيها الصعيد العلامي الذي يعني نعتبره واحد من إحباطات أو من فشل الثورة السورية العظيمة التي يجب أن تخدم بكل ما أوتين من قوة لأنها فعلا كما قال الأستاذ مصطفى وكما قال الأستاذ جورج هي أجمل ما قدمه الشعب السوري في خلال تاريخه هي أجمل ما أنجزه الشعب السوري ويجب أن يحافظ عليه ويجب أن يصوب مساره بالشكل الصحيح في يوم من الأيام إلا حرية وكرامة الإنزان والوطن والمواطنة سيد محمد فتوح كما قال سيد جورج وأيضا سيد عمر يعترفان بالأخطاء في مسار هذه الثورة الاعتراف بالخطاء هل كما قدنا أنه يعتبر إيجابيا وممكن أن يكون عاملا لتصحيح مسار الثورة يعني إذا كنا نتحدث عن الاعتراف بالأخطاء فالواقع أنه خلال الفترة الماضية كثيرا ما تم تكرار الاعتراف بالأخطاء نقول حتى على مستوى التشكيلات السياسية تم تشكيل المجلس الوطني ويعطيبه بعد ذلك أنه لم يؤدي الخدمة ثم أنشئ الإتلاف ثم هيئة العلو التفاوض وبالتالي حتى على مستوى التشكيلات تكرارها ينبئ بأنه التجارب الأولى لم تنجح سواء كان بقناعة السوريين أو بضغط من الأطراف التي لا تراها ممثلة لكن سواء ضربة موجعة هذه المرة بالتأكيد وبالتالي يجب أن تكون المراجعة ليس فقط على مستوى تغيير مراكز الأشخاص في التشكيلات الماضية التي نتحدث عن جسم السياسي بالتحديد على سبيل المثال في كل مرة يتم إعادة دمج أشخاص جرود وضم شخصيات لم تكن ممثلة في السابق وتوسيع التمثيل وما إلى ذلك هذا لا يحد الإشكالية الإشكالية هي على مستوى التمثيل نعم لكن أيضا على مستوى كيف يحصل تنسيق عام بين العسكري والسياسي كيف يحصل تنسيق عام بين إذا كان هناك دول داعم يجب أن تمر بالإطار السياسي وليس عبر كل دولة تدعم فصيل معين أو تدعم مجموعة معينة لأن هذا يخلق تعدد المرجعيات وهذا لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لنقل لا على مستوى أهداف الثورة ولا على مستوى حتى السير باتجاه معين إذا كان هناك على سبيل المثال لجل التوجه للتفاوض كيف يتم التفاوض ونحن لا نستطيع نتكلم بلغة واحدة ليس لا أقصد بالنسبة للتفاوض مع النظام حتى مع أطراف الدولية الأمريكيون يتذرعون دائما وهم ليسوا صادقين مئة بالمئة ولكن جزء من الحقيقة يقولون مع منا تحدث هذه جزء من الحقيقة طبعا الأمريكيون ليس هذه العلة الرئيسية التي يستندون ليها إنما هم يحاولون دائما حتى لو لم تكن هذه الحجة موجودة سيخلقونها بطريقة ما ولكن هذه إشكالية موجودة التحدث بصوت واحد أساسي بين السياسة والعسكر وبين الفصائل أنفسها هذا كل شيء من هنا يبدأ الحل وثم بعد ذلك يحدث القضايا الأخرى شكرا جزيلا لك سيد محمد فتوح الكاتب الصحفي كما أشكر سيد جورج صبرى نائب رئيس وفد المعرض التفاوضي كمعنى من باريس وأيضا عمر إدل بعضو تجمع ثوار سوريا والسيد مصطفى فحص الكاتب السياسي كان معنى من بيروت مشاهدين نتوقف الآن لنستمع إلى آراء الشارع الأردني في طبعا حول ما يجري في حلب وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه التغطية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء من خلال المشاكل التي تحيط في المنطقة أن الآن كل رئيس دولة وكل دولة وكل شعوب خايفة على مصلحة بلدها وبالتالي إذا تدخل أي دول من هذه الدول قد تؤثر على نفس المندة وتؤثر على نفس الدولة شعوب كلها مشغولة كيف تقدر تعمل لقمة تعيشها الواحد مشغول إذا عنده شغل يقدر يحافظ عليه أو يبدو يكون مشغول أنه يحاول يلاقي الشغل نسبة البطالة كثير عالية عندنا وزي ما حكيت لك المواطن العربي مفروض أنه ما يفكر بالسياسة مفروض أنه يضلوا مشغول في لقمة تعيشها لأنه الحكومات أغلبها بالمجمع في العالم العربي ومحكومة وممولة ومسيرة من الخارج ودائما الصغير ما بقدر يحكي على كلام الكبير يعني المنطقة أصلا اللي صار فيها من أول الثورة السورية دخلت الأطراف اللي هي المعروفة دائما من الحرب الباردة المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي اللي هم روسيا وأمريكا وزي ما شفنا كان دائما ينطلع كل ما بدوا يطلع قرار بيجي قرار الفيتو النقد تنقض اللي هي روسيا والصين حكومات الشعوب العربية خلاني نحكي لأن الحكومات العربية مفقود من الأمل يعني في قضايا قبل هيك أصلا فكشعوب عربية لو بدوا تتحرك مضغوطا اقتصاديا في أسباب تانية بتضغطها اللي ما تتحرك يعني صارت مش أولوية وهم يفكوا يعني زي ما بيحكواها بالوردن يعني يا دو بيفكر بحاله بحاله عشان يفكر بأخوه أو في حرب صايرة في بلد تانية